بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس كبير دايما بيجذب كل ما هو كبير والأهلي طول عمره كبير وكبير الكرة المصرية كبير الكرة الأفريقية اللي وصل بالكرة المصرية إلى العالمية طبيعي كل الكبار يتسابقوا أنهم يبقوا معاه لأنهم بيجبروا بوجودهم جنب بعض وجنب شعار النادي الأهلي والأهلي بيقدر كل اللي عارفين قيمته قيمته الكبيرة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل الأهلي الكبير الأهلي رائد الرياضة في مصر وإفريقيا الأهلي الأفضل الأهلي الأكثر فوزا بالبطولات الأهلي الأكثر شعبية الأهلي الأكثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي الأهلي الأكثر تسويقا الأهلي الأكثر جاذبية للرعاة مين أدك أهلي؟ كم أنت عظيم أيها النادي الكبير هذا النادي صاحب المية وخمستاشر عاما على إنشاؤه الذي تعشقه الملايين ليس في مصر وإفريقيا فقط ولا في الوطن العربي ولكن في العالم كله هو ده النادي اللي يحلم بيه أي مشجع كل يوم يزيد عطاءه ويزداد ندوجا في كافة المجالات نادي يفتخر بوطنيته وفخر للرياضة المصرية الكبير دايما يسعى لشراكته مع الكبار كم من شركة كبيرة سعت لتكون الراعي الرئيسي وهناك فارق كبير ما بين الراعي الرئيسي وأي رعي آخر ولكن كم من شركة كبيرة حبت أنها تكون الراعي الرئيسي للنادي الأهلي حتى وصل اليوم الإعلان عن الفائز برعاية النادي الأهلي اتصالات مصر فعلا شركة عظيمة سعى لها كبار الشركات حتى رأت أو شراكة عظيمة سعى لها كبار الشركات حتى رأت النور شراكة ستستفيد منها شركة اتصالات بربط اسمها بأعظم نادي في الكون بنادي القرن الإفريقي لو حضرتك شفت المؤتمر الصحفي النهاردة الذي يقيم في أحد فنادق وسط البلد هتعرف عظمة النادي الأهلي لأن النادي النهاردة نادي الأهلي أعلن عن شراكة استراتيجية وكراعي رئيسي ما بينه وما بين اتصالات مصر هذه الشركة الكبيرة جدا في عالم الاتصالات داخل مصر وداخل الوطن العربي مين قد شركة الاتصالات مصر دلوقتي لأنها بترعى فخر مصر فخر الرياضة في مصر سيد القارة الإفريقية وكبرها فخامة الحدث والتنظيم النهاردة حاجة مفرحة جدا وهي نصيحة الحقيقة أنا حابب أن أقولها في وسط كل هذا الكلام الرائع من فضل حضراتكم ما تقرنوش النادي الأهلي بأي حد لا يجب مقارنة النادي الأهلي بأي حد كل ما كان يقال خلال الفترة السابقة نهاردة أنا الحقيقة كنت متواجد في هذا الاحتفال أو هذه الاحتفالية هتقولي احتفالية أيها فندم احتفالية لشركة اتصالات مصر وأيضا للنادي الأهلي احتفالية كبيرة جدا بشراكة مؤسستين عريقتين في بلدك مؤسسة النادي الأهلي الرياضية والاجتماعية مع مؤسسة كبيرة في عالم الاتصالات أيضا هي مؤسسة اجتماعية كبيرة جدا ورياضية بالمناسبة بتعمل مع النادي الأهلي منذ سنوات طويلة جدا المؤتمر وانت قاعد جوه بتحس بالفخر بتحس أن كل حاجة حلوة موجودة كل حاجة حلوة الشركة الرائعة ثم النادي الأهلي ثم رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته اللي كانوا قاعدين الحقيقة بمنتهى الفخر وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الأخلاق والمبادئ الكل قاعد مهما كان دوره بالمناسبة مهما كان دوره الكل قاعد تحت راية وشعار النادي الأهلي وحضرتك قاعد بيبقى لك شعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا النادي الكبير والعريق الحقيقة حاجة جميلة جدا 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 وحاجة محترمة جدا جدا إذا كنت بحي مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب فأنا بحي أيضا الشركة المتحدة وشركة بريزنتيشن سبورت والأستاذ سيف الوزيري مهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت والأستاذ محمد يحيى اللي كان لهم دور كبير جدا جدا في اللي بيحصل واللي حضراتكم شايفينه احترام متبادل ما بين الجميع والجميع بيعمل في خندق واحد وهو خندق مصر البلد واللي بيحصل في البلد أن يكون هناك شراكة كبيرة جدا ما بين مؤسسة النادي الأهلي ومؤسسة اتصالات مصر أعتقد حاجة تشرف الجميع وتدعو إلى الفخر خلينا نطلع نشوف جزء من المؤتمر الصحفي اللي كان منقول على شاشة قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة والحقيقة يعني اللي ما شافش المؤتمر الصحفي أنا عايز حضراتكم تتفرجوا وتعرفوا قد إن هذا النادي كبير وعظيم كبير وعظيم أولا بجمهوره الكبير والعظيم في كل مكان أيضا بمجلس إدارة محترم بيحترم جمهوره وقبل أي شيء بيحترم شعار النادي الأهلي وأيضا قبل أي حاجة بيحترم بلده خلينا نطلع نشوف هذا المؤتمر أو جزء من المؤتمر الصحفي النهاردة للإعلان عن شراكة ما بين النادي الأهلي واتصالات مصر ونرجع نكمل مع حضراتكم بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضراتكم ضيبين كل سنة ومصر ومؤسستها وأهلها بخير ودايما إن شاء الله فيه أمن وأمان في البداية بنرحب المهندس حازم تولي الرئيس التنفيذي لشركة صلاة مصر بنرحب بكل السادة الحضور والإخوة الصحفيين والإعلاميين الحقيقة النهاردة يوم من الأيام السعيدة بالنسبة لنا كلنا كأهلوين الحمد لله يوم بيبين قيمة وقدر النادي الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة يوم يخليك دايما تعتز بناديك وتفخر بي لأن نادي تأسس على الوطنية وعلى مبادئ وقيم تتورسها الأجيال تعتز وتفخر بناديك لأن أحد أندية القمة في العالم الأكثر تتويجا بالبطولات والإنجازات الرياضية ولأنه دايما رائد في كل شيء الحمد لله رب العالمين زي ما كلكم عارفين أول ظهور للرعاة في مصر كان على ملابس النادي الأهلي والكلام ده كان في أواخر السبعنات من الوقت ده وكل بدأت مجالس الإدارات النادي مجلس وراء مجلس يفكروا إزاي نطور أنفسنا وإزاي يعني بالذات في مجال الدعاية وإزاي نضاعف القيمة قيمة المردود للنادي الأهلي وبالتالي قيمة النادي الأهلي وشعبيته وتاريخه إزاي بنكتهد لنكون عنصر جزء للرعاة ونحافظ لهم إحنا لنا كمان دور مع الرعاة إزاي نحافظ لهم على أفضل فرص استثمارية ونوفر لهم مزايا وفوايد تحقق أهدفنا وأهدفهم نادي الأهلي يا جماعة والحمد لله رب العالمين بيملك شعبية وجماهيرية تقريبا كده أعتقد أياه ما فيش نادي بيتمتع بيها زي النادي الأهلي النادي الأهلي كمان أحد الأندية وهو من الخمسة الأوائل في العالم المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي وكمان بيملك محتوى رقمي بيضمن للرعاة الظهور بمعدلات كبيرة جدا على المنصات الإعلامية هو ده النادي الأهلي علشان كده فطبيعي جدا جدا أن تكون أن تكون الهدف الأول والرئيسي لكل الرعاة لقيمة 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 وطريق وشعبية الأهلي والمهم كمان وانت بتتعاقد تتعاقد مع الكينات والمؤسسات الكبيرة وكمان بتتعاقد بالقيمة التي تعقس عراقة النادي الأهلي اللي مر على إنشاؤه أكتر من 115 سنة وبطولاته اللي وصلت ل 144 بطولة محلية وقرية ودولية هي دي قيمة نادي بقرن في أفريقيا النهاردة إحنا نتعاقد مع واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط شركة اتصالات مصر اللي هتكون إن شاء الله الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات جاية بإذن الله لو تكلمنا عن علاقة مميزة اللي بتربطنا بشركة اتصالات الحقيقة العلاقة دي بدأت من سنين طويلة زي ما شفنا وزي ما شفتوا حضراتكم في الفيديو اللي اتعرض من شوية وكانت شراكة نجحة بإنا وبإذن الله سنسع سويا للنجاحات إن شاء الله نجاحات أخرى وإحنا والشركة سعداء بهذه الشراكة وسعداء بهذا التعاون إن شاء الله يكون التعاون مصمر للنادي وللشركة مش عايز أنسى أشكر الشركة المتحدة للتسويق الرياضي اللي هي المسوق الحصري لحقوق رعاية النادي الأهل وعايز أشكر مهند السيف الوزيري وكل الإخوة القائمين على هذه الشركة الوطنية وبعد وبعد الشكر لله سبحانه وتعالى الشكر واجب وضروري للشريك الأساسي لكل إنجازات ونجاحات الأهل الشكر لجمهور الأهل الجمهور الوفي السند والداعم دايما للنادي وفي كل المواقف وتمنى من جمهورنا يكون داعم أيضا يكون داعم برضو لكل شركاء النادي ورعاة النادي علشان كلنا بنسعى الهدف واحد وهو مصلحة الأهل ونجاح شركاء النادي جزء أساسي من نجاح النادي نفسه في النهاية حاجة أقول حاجة مهمة جدا الشراكة اللي بنعني عنها النهاردة هي شراكة بتؤكد إن مصر ومؤسستها قادرة على جذب الإستثمارات الكبيرة وقادرة كمان على النجاح وهنا مش عايز يعني لازم كلنا يكون فخورين جدا لبلدنا إن اللي حصر في مؤتمر المناخ سبعة وعشرين دا كان حديث العالم كله واعتقد إن نجاحاته في كل الأمور وصلت للعالم كله وكمان دور الدولة اللي بتقف دايما وبتساند كل المؤسسات الناجحة وده أكيد حيدفعنا ويخلينا نستغل أكتر وأكتر في اللي جاي المهم إننا كلنا نكون مع بلدنا ومع مؤسستها الوطنية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان بإذن الله نتخطى كل التحديات اللي جاية في النهاية بشكر حضراتكم بشكر كل الحضور بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد الرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العريق كابتن محمود الخطيب السيد الرئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن والزميل السابق السيد سيف الوزيري السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسيد رئيس الشركة المتحدة للتسويق الأستاذ محمد يحيو السادة الإعلاميين الأعزاء وسادة الزملاء الأحباء في شركة اتصالات مصر أنا النهاردة سعيد جدا سعيد لأن الشراكة اللي بين الكيانين العملاقين كل في مجاله النادي الأهلي وشركة اتصالات جاية في وقت اتصالات مصر بتطلق فيه علامة تجارية جديدة ومن حسن تطالع أن اللون الجديد للعلامة هو اللون الأحمر ومش بس هي شراكة بين كيانين كبيرين ولكن هي أيضا شراكة بين كيانين بينهم قيم مشتركة كلانا في مجالنا بنؤمن إيمان كبير بالعمل الجاد لإطفاء السعادة وإثراء حياة الناس النادي الأهلي في المجال الرياضي بشكل عام وخصوصا في كرة القدم ولكن دور كبير في إثراء الحياة الرياضية في مصر بمختلف الأنشطة وشركة اتصالات مصر بمهمتها إن هي تقدم خدمات لتثري حياة الناس في عالم متغير التغير والتقدم إلى الأمام هو سمة الحياة واللي احنا بنؤمن بيها في اتصالات مصر وبنؤمن كمان بأهمية دورنا إن الخدمة اللي احنا بنقدمها يبقى ليها دور في إثراء حياة الناس فهذا التوافق في القيم بيفرع معنا احنا جدا وبيسعدنا وبيؤكد لنا إن احنا ماشيين في الاتجاه المصبوط الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم حاجة محترمة جدا شفتوا كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم النهاردة في المؤتمر وأشد بالشراكة وقيمة النادي الأهلي اللي بيجذب الرعاة وأن النادي الأهلي هو أول نادي مصري يعني من السبعينات أعتقد أو من التمانينات زي ما كابتن خطيب قال هو من أول نادي مصري وضع رعاة على فنلته في السبعينات كمان فبالتالي رئيس نادي بعارف قيمة نادي وقيمة الحدث وقيمة وما كانت هذه الشركة الكبيرة وهذه الشراكة الكبيرة جداً مع واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم العربي الحقيقة أيضاً الكابتن محمود هو بيكلم يعلم تماماً تماماً قيمة نادي الأهلي وقيمته كنجم كروي وأسطورة كبيرة في كرة القدم هل وحضراتكم بتتبعوا كلمة الكابتن محمود سمعت وجاب سلة حد أو سلة منافس أو تكلم على أي حدث آخر ولا اشتكى من صعوبات أو شيء من هذا قبيل كابتن محمود النهاردة كان المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق أو بالإعلان عن شراكة ما بين نادي الأهلي وما بين شركة اتصالات مصر وبالتالي هو تكلم في هذا الإطار لم يتكلم في أي شيء آخر لأنه هو ومجلسه كفلين الحقيقة بحل كل المشاكل وده دورهم بالمناسبة اللي بيحترموه وبيحترموا أعضاء الجمعية العمومية لناديهم وأيضا الجمعية العامة اللي هي جماهير النادي الأهلي اللي موجودة في كل مكان الحقيقة أكثر ما لفت نظري النهاردة في التواجد الكثيف والكبير لكل الناس اللي موجودة ولكن أيضا أكثر ما يلفت النظر وجود واحد من أساطير كرة القدم وأساطير الإدارة في مصر وفي العالم العربي كابتن حسن حمدي كابتن حسن حمدي النهاردة كان متواجد في الصف الأول جنب كابتن محمود الخطيب هل شفنا الكلام ده بل كده في حتة أو لا هذا هذه اللفتة الرائعة الحقيقة لأنه كابتن حسن كان له دور كبير جدا جدا في إعلاق قيمة الرعاة فالحقيقة حاجة محترمة جدا وحاجة رائعة جدا لما تشوف مثل هذه أنا ممكن جدا البعض يتخيل أن مثل هذه الأمور هي أمور بسيطة ولكن ممكن تكون عند البعض هي بسيطة ولكن عندنا الحاجات دي بتأثر فينا كلعبة كورة وكناس شافت أمور كثيرة جدا 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 لكن يظل دائما النادي الأهلي يرسل مبادئ شايفين الشكل العام عامل إزاي؟ حاجة محترمة كابت خطيب لما بيتكلم عارف بيتكلم في إيه؟ إنه هو رئيس النادي الأهلي وأشاد بهذه الشراكة مع اتصالات أكد أيضا أن الاسم النادي الأهلي هو علامة مميزة كبيرة جدا في تاريخ أي شراكة أيضا على الجانب الآخر أنا الحقيقة كنت قاعد وأنا قاعد في المؤتمر كنت فتح التليفون الحقيقة وبتفرج على البث المباشر لقناة النادي الأهلي على سوشيال ميديا النهاردة حاجة رائعة جدا شفت المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر الرجل كان في قمة ساعته بهذه الشراكة ما بين الكيانين الكبيرين والكيانين العملاقين الحقيقة زي ما هو وضح وقال لأن الرجل كمسؤول في شركة اتصالات عارف ويعلم تماما قيمة النادي الأهلي وهذه الشراكة المثمرة قبل أي حد وأكد أيضا أن الأهلي هو عملاق الرياضة في مصر وأفريقيا وأن العلامة التجارية بتاعتهم بس الصورة دي لو سمحت وقفوا على الصورة دي يا جماعة بعد إذنكم الصورة دي بالنسبة لي كابتن حسن حمدي هو رمز كبير وأسطورة كبيرة جدا في عالم كرة القدم وفي النادي الأهلي فبالتالي وجود الكابتن حسن بالنسبة لي وبالنسبة لي كثير من الأهلوية ناس كتيرة جدا بعتتلي وقالتلي أشكر الكابتن خطيب على هذه اللفتة وطوله يا جماعة أنا لو روحت قلت الكابتن خطيب كده هيقول لي ده الكابتن حسن ده الأسطورة بتاعتنا ده البر يعني ده لازم يبقى موجود جنبنا فحاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا أكمل كلامي عن أيضا المهندس حازم متولي المهندس حازم متولي وهو بيتكلم كان سعيد جدا والرجل يتكلم أن النادي الأهلي له دور ريادي في إثراء كرة القدم المصرية وإسعاد الجماهير المصرية والجميع يتوقع أن تكون هذه الشراكة ما بين النادي الأهلي واتصالات شراكة كبيرة جدا في المستقبل عجبني جدا المهندس حازم متولي وهو بيكلم بيكلم رجل يعلم تماما تماما قيمة النادي الأهلي ويعلم كل شيء عن النادي الأهلي وبالمناسبة المهندس حازم واحد من الناس اللي بقى لها 15 أو 16 سنة متواجد في شركة اتصالات وبالتالي يعلم كل شيء عن تاريخ اتصالات مع النادي الأهلي حاجة محترمة جدا وإنها مش أول مرة طبعا يعني حاجات أو أيام سابقة كانت اتصالات مصر كانت راعي للنادي الأهلي وكانت هذه الشراكة كانت دايما وشاحلوا على النادي الأهلي في وجود عدد كبير جدا من البطولات نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الشراكة هي شراكة للأفضل دائما زي ما الكل متوقع زي ما كابت الخطيب متوقع وزي ما المهندس حازم متولي رئيس التنفيذ للشركة أيضا يتوقع هذا الأمر ومرة تانية بحي المهندس السيف الوزيري وبحي الأستاذ محمد يحيى اللي كان لهم دور كبير جدا جدا في كل هذه الأمور عموما المدير التنفيذي للنادي الأهلي دكتور سعد شلبي تكلم في هذه الأمور وتكلم كلام مهم جدا وكلام كله رائع الحقيقة خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء مع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لنادي الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى كل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم من الأيام المهمة اللي بتضل على حجم الاستثمار الرياضي الموضوع داخل النادي الأهلي توقيع عقد الشراقة ما بين النادي الأهلي والشريك الرئيسي والاستراتيجي اتصالات مصر أمور كتير جدا هنستفيد في الحديث فيها مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي دكتور سعد مرحب بحضراتك على شاشة تقناة النادي الأهلي النهاردة توقيع عقد رعاية شركة اتصالات مصر الشريك الرئيسي والاستراتيجي للنادي الأهلي خطوة مهمة جدا من خطوات كتير وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي يعني أعتقد النهاردة المؤتمر بيعكس قيمة علامة تجارية كبيرة هي علامة النادي الأهلي قيمة أيضا السعادة البلغة لطرفي الشراكة النهاردة النادي الأهلي وشركة اتصالات فيه تطابق كبير جدا ما بين العلامتين ويمكن ده كان واضح جدا في فعاليات المؤتمر إن اتصالات النهاردة بتعدل علامتها التجارية وبتخش السوق بعلامة تجارية تم تطويرها في الفترة الأخيرة هي عايزة شيء أكبر من النادي الأهلي كمؤسسة رياضية في القارة الأفريقية وفي الشرق الأوسط تقدر تعمل النشر السريع للوعي بالعلامة التجارية اللي عملتها اتصالات وعدلتها والعلامة التجارية في الحقيقة لها فلسفة جديدة إن اتصالات أند اتصالات أند ليس فقط الكميونيكيشن ولكن أيضا ممتدة لتشمل كل القطاعات التكنولوجية وبالتالي هي عرفة الشغف اللي عند جمهور النادي الأهلي بنتابع أخبار النادي الأهلي على مدار الـ 24 ساعة في السبعة أيام بتوع الأسبوع النادي الأهلي يمتلك منصات إعلامية ضخمة جدا سواء كان في السوشيال ميديا ومنها قناتنا المؤقرة قناة النادي الأهلي هم عارفين الإمكانيات بتاعتنا في إن احنا نقدر قد نخلق محتوى رقمي مهم جدا هم يقدروا يساعدون في تطوير هذا المحتوى الرقمي واستثمار هذا المحتوى الرقمي في زيادة الوعي بالعلامة التجارية عندنا كنزة آخر وهو أهم كنوز النادي الأهلي هو وأصل كبير من النادي الأهلي هو جمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي يتمتع بدرجات كبيرة من الولاء للنادي الأهلي هم عايزين يستثمروا هذا الولاء ويحققوا له معدلات كبيرة من السعادة بمحتوى يقدر يستثمر التكنولوجيا اللي عندهم ويستثمر المحتوى الضخم اللي عندنا في النادي الاهلي فاعتقد ان دي علاقة كمان مش بس بتعلن عن شراكة استراتيجية تحقق اهداف مشتركة لكل من النادي الاهلي وشركة اتصالات ولكنها ايضا بتقدم نموذج فريد للرياضة المصرية وصناعة الرياضة المصرية واسواء الرعاية لان الاول مرة النهاردة ان احنا بنبقى فيه علاقة عقودية مباشرة مع الراعي الرسمي كانت في الفترة الماضية على طوار العقود الماضية يعني منذ ان بدأت الرعاية في النادي الاهلي ويمكن ده احنا قلناه فيه داخل القاع وكابتن محمود مشكورا قال ان احنا اول شيرت كان ظهر عليه رعاية كان في 78-79 النهاردة احنا بنأكد على اهم اصل دوت ان الشركة عايزة تستسمر اصلنا الكبير اللي هو الجمهور وتسبب له السعادة والفرح بامتابعة اخبار وبيانات وتتواصل مع الجمهة اللي موجودين عندنا في النادي الاهلي دكتور سعد عايزة عند نقطتين او جملتين في غاية الاهمية الكابتن محمود الخطيب قال اسم الاهلي كبير اوي واسم الاهلي جذاب بيجذب اي شركة او مؤسسة ايضا المهندس حازم متولي رئيس تنفيذ شركة اتصالات مصر لما قال احنا بنبحث عن خطط وتطوير الفترة القادمة فلم يكن هناك افضل واهم من النادي الاهلي يمكن انا بشكر طبعا الاستاذ حازم متولي رئيس تنفيذ شركة اتصالات في الحقيقة عن تقديره الكبير لقيمة ومكانة النادي الاهلي وقدين الشركة فعلا هي شركة واحدة من الشركات الكبرى ايضا في منطقة الشرق الاوسط في مجال الاتصالات وعلى فكرة هي متوقدة في الاسواق العالمية الرئيسية في صناعة كرة القدم تحديدا في الخمس دوريات الكبيرة يمكن اعلاناتها موجودة على كل الدوريات موجودة ودي يعكس ادراقها وصدقها في ان هي عرفة السوق الرياضي وحجمه وتقديراتها مبنية على بيانات رقمية حقيقية ليست مشاعر عاطفية لان احنا النهاردة بنتكلم في استثمار واستثمار ضخ فهو طبعا اكيد عارف قيمة النادي الاهلي واحنا كمان لما بنتشارك ونتعاون بتنعاون مع شركات عالمية لها مكانة عالمية ولها حصة كبيرة في الاسواق وتمتلك قدرات وامكانيات تستطيع ان تضيف ايضا سعادة لجمهورنا اللي احنا بنحققه من خلال النتائج الرياضية بتاعتنا فكمان التكنولوجي سواء كان من خلال الموبايل سواء كان من خلال مواقع السوشيال ميديا اللي عندنا سواء كان من خلال قناة النادي الاهلي اي حاجة النهاردة هيبقى فيها تطوير فهو عارف القدر الكبير ده واحنا في الحقيقة بنشكره عليه وممكن كابتب محمود كان في كلمته برضو بيأكد على ان الاهل كبير فدي بيعكس ان الاستراتيجية تحت الشراكة اللي حدثت النهاردة في التوقيع بتحقق اهدافها على الارض وتستطيع ان تصل الى نهاية المطاف في اربع سنين بمنتائج تحقق رضا لكل الطرفية الشراكة ده برضو مهم جدا وان النهاردة العودة الحميدة النهاردة لشركة اتصالات بتأكد حاجة كبيرة جدا ان الخلفية التاريخية والخبرة التاريخية للاتصالات اللي كانت اول مرة برضو دخلت السوق في التفاترة دي كانت بتخش من خلال النادي الاهلي لانها ده مؤمنا ان النادي الاهلي حقق اهدافها والنهاردة لما بتطور علامتها التجارية بشكل جديد وبفلسفة جديدة ادركت تماما ان النادي الاهلي هو النادي الاقدر لها في القارة الافريقية وفي منطقة الشرق الاوسط لان ده سوقها الرئيسي ان هي تقدر تخش وتحقق اهدافها الاستراتيجية مع اكبر علامة رياضية في افريقيا هو علامة النادي الاهلي عايزي ارجع لنقطة فغاية الاهمية اثناء عرض البرنامج الانتخاب لمجلس دورة النادي الاهلي بقاعدة كابتن محمود الخطيب كان فيه بند مهم جدا وهو كيفي تطوير موارد النادي الاهلي وكان دور مهم جدا كابتن محمود خطيب يتكلم في هذا الامر النهاردة وقع فعلي بنعيشه مع النادي الاهلي في كيفي تطوير موارد النادي الاهلي النهاردة جزء من هذه الخطة اللي كانت موضوعها من قبل ودي عايزي ربطها بالربط اللي ربطه الكابتن الخطيب مع الحالة اللي بتعيشها الدولة المصرية والنادي الاهلي كأحد المؤسسات الوطنية في هذا الامر دايما في النادي الاهلي احنا مش بنتكلم غير عن حقائق ويمكن كابتب محمود الخطيب كان حريص على ان النادي الاهلي حقق طفرة مالية كبيرة تقدر تلبي طبوحات جماهير النادي الاهلي واعضاء جماهير النادي الاهلي في كل مختلف نشاطات النادي الاهلي في بناء فرق رياضية قديرة على الاستمرار في الانجاز وانحمد لله كان عندنا اخر بطولة هي بطولة السوبر ده كان النهاردة واحد من الاهداف الاستراتيجية عندنا لا لا احنا ده تاريخنا بيأكد ان احنا الاول واحنا القائد بتاع كل الاسواق الرياضية كان على المستوى الرياضي او على المستوى المالي كمان احنا النهاردة مجلس الادارة المؤقر اعلن منذ اكتر من 10 ايام يوم 10-11 تحديدا اعلن عن فائد مالي لأكبر واضخم ميزانية بتعكس ان النادي الاهلي عندما تحدث الكابتن محمود الخطيف في الحقيقة ان النادي الاهلي عايز يطور موارده المالية الميزانية بتاعت النادي الاهلي اكدت ده واكدت ان عندنا فائد تجاوز 149 مليون جنيه لميزانية تجاوزت 3 مليار 87 هل ده يعني ان ده بيلبي طموح النادي الاهلي زي ما ذكر كابتن محمود بيأكد علينا في كل اجتماع يمكن بعد عودته الكريمة والحمد لله ربنا يطمن عليه دايما بعد عودته من رحلة العلاج كان حريص ان احنا لسه عندنا شغل كتير ولسه عندنا اداء افضل من كده ان احنا انحقق اداء مالي اقوى من كده لان انت عارف النهاردة الفرق المحترفة الكبيرة اللي في العالم واللي منها النادي الاهلي انجازاتها الرياضية بترتكس في الاساس على قدرات مالية ضخمة واحنا حرسين ان احنا نطور قدراتنا المالية بشكل مستمر وده دايما اللي هيخلينا ان الاداء اللي في الملعب يمس له اداء مالي برا الملعب عشان يحصل الاندماج والتكامل ما بين العنصرين دول لانهم اساس صناعة الرياضة الحمد لله كابتن محمود عارف كده كويس ومدرك كده وده كان من احد اهداف الاستراتيجية في الانتخابات الاخيرة وده كانت من وعوده النهاردة دي بتتحقق بارقام واضحة بحقائق واضحة على الارض باستثمارات في بنية تحتية لم تشهدها اي من الاندية المصرية على مدار تاريخها وان شاء الله في القريب يمكن الصور طلعت طلعنا بعض الصور لفرع التجمع اللي هو مدعاء للفخر ويمكن اعتقد اتصالات النهاردة لما زارت الفرع ده في المقر التاع عشان تبدأ تختار اماكن وضع الاعلانات بتاعتها لعلامتها التجارية كانت منبهرة بما وصلت اليه البنية التحتية للنادي الاهل اللي هي ما شفتاش في اي مقر اخر داخل جمهورية مصر العربية شكرا حضاك دكتور سعد اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي ومجوك كبير جدا مبزول من حضراتكم مجلس ادارة النادي شكرا جزيلا شكرا فرم شكرا جزيلا كلام محترم الحقيقة من الدكتور سعد شالبي زي ما قلت لحضراتكم وبالمناسبة وانا حابب ان انا اتكلم عن مقر القاهرة الجديدة مقر القاهرة الجديدة الحقيقة جالتي لفناك كتير جدا منذ ان اعلنت قناة النادي الاهلي عن الجولة اللي عملها كابتن محمود الخطيب ورئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة داخل مقر النادي الاهلي في القاهرة الجديدة ناس كتيرة جدا بتكلمني بتقولي ازاي نروح نشترك في مقر النادي الاهلي في التجمع او في القاهرة الجديدة الاشتراكات موضوع بسيط جدا ممكن تروح او ممكن تسأل من على الانترنت تخش على الابليكيشن بتاع النادي الاهلي تعرف كل هذه الشروط أو كل الشروط الخاصة بمقر النادي الأهلي في التجمع أو في القاهرة الجديدة لأن هذا المقر واحد من أحلى وأفخم وأفضل المقرات الموجودة للنادي الأهلي كل مقرات النادي الأهلي كل واحد ليه لون وشكل وطعم مقر الجزيرة ليه لون وشكل الفخامة والعراقة وكل شيء قديم ورائع وجميل وكلاسيكي الشيخ زايد زي ما حضراتكم عارفين الفخامة الرائعة وكل شيء جيد هناك ولكن أيضا مدينة نصر واللي بيحصل في مدينة نصر لكن مقر القاهرة الجديدة فيها شغل معمول على أكمل وجه حاجة رائعة رائعة زي ما حضرتك عايز تقول قول زي ما بيحصل في الشيخ زايد ومن تطور جديد أو من بنية تحتية جديدة بيتم دخها خلال الفترات السابقة ولسه قدامنا سنة واثنين وثلاثة كمان مجلس إدارة النادي الأهلي كل ما تم الوعد بيه من خلال آخر برنامج انتخابي سيتم تنفيذه قبل نهاية السنة الرابعة إن شاء الله زي ما كان هناك تنفيذ لمية في المية من البرنامج السابق اللي هو برنامج عائلة النادي الأهلي وأكتر من مية في المية كمان جي كابتن محمود الخطيب وقال كشف حساب كشف حساب ليا السنة يعني الدورة اللي فاتت قال كشف حساب ليا والمجلس الإدارة اللي متواجد وبالتالي لما جينا لنحاسب مجلس الإدارة كأعضاء جامعية عمومية قبل كده لأنهم في الأربع سنين السابقة عاملين أكتر من مية في المية إذن عندنا ثقة كبيرة جدا جدا اللي حيحصل خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله كل ما تم الوعد بي إنه سيحدث خلال الأربع سنوات القادمة إن شاء الله سيحدث أولها إن شاء الله مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة هذا المقر الرائع هذا المقر يعني أنا دلوقتي يعني مقر الشيخ زايد بالنسبة لي مقر رائع جدا وجميل جدا وكل حاجة ولكن بحب برضو راح أتفرج على مقرات النادي الأهلي في كل مكان كل ما تخش في حتة هتعرف إن النادي الأهلي ده كبير وعريق وعظيم بجمهوره أولا وبمجلس إدارته وبلاعبيه في كل الألعاب زي ما حضراتكم دايما عارفين من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها النهاردة الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر المهندس حازم بتولي وهو بيتكلم قال إن فرع القاهرة الجديدة أو مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة إحنا هنشتغل فيه لأنه لسه بيتم البناء فيه وكذا 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 فالحقيقة إن شاء الله شراكة محترمة ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي أو ما بين اسم النادي الأهلي واسم مؤسسة كبيرة زي مؤسسة اتصالات مصر من الأهلي خلالها بقى نطلع للمونديال قطر هذا الحدث العالمي والتاريخي مع كل مباراة حقيقة بتحصل قطر بتكتب تاريخ جديد في عالم كرة القدم وده طبعا بسبب التنظيم المونديالي الرائع كلنا بنتابع روعة الاستداد والملاعب وكمان في هذه الدورة شفنا تقنيات جديدة في هذا المونديال بتستخدم لأول مرة زي حكم الروبوت وبتفوق سرعته بكتير جدا عن حكم الفيديو المساعد في الكشف عن التسلل باستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة لسه مع أجواء كاس العالم والنهاردة منتخب المغرب أكمل سلسلة اللعب الرائع الحقيقة لمعظم المنتخبات العربية وحققت عادل مهم جدا مع منتخب كرواتيا تاني العالم حينضم لنا دلوقتي كابتن النجم الكبير الكابتن هشام بوشروان واحد من نجوم كرة القدم المغربية وهدف قدير تقلق بشدة مع نادي التحق جد السعودي ولعبة لأندية ليلي الفرنسي والرجاء المغربي والأهلي القطري طبعا يعني كابتن هشام على المستوى الشخصي صديق عزيز ويعني بحبه جدا يعني معنا كابتن هشام بوشروان مدرب الرجاء المغربي الحالي ونجم المنتخب المغربي السابق يا كابتن هشام أهلا بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وبنبقى سعداء لما بتبقى موجود معنا الحقيقة السلام عليكم وأنا سعيد كمان شكرا على الاستداثة وتحية للمشاهدين الكرام تحية ليك يا كابتن هشام أولا بقولك مبروك طبعا على البداية الجيدة جدا لمنتخب المغرب في كاس العالم بالتعادل مع كرواتيا وصيف البطولة السابقة قل لي رأيك في هذه المباراة الله مباركة سعداء وكنا متعدرين من مباركة سعداء وصيف البطل طبعا لمنتخب الكرواتي يضمن نجوم كبار مدريد ورفاقه أكيد نقطة إيجابية جدا في بداية المشوار أهم حاجة في كاس العالم أو في أي بطولة أنك لا تنهزمش في المباراة الأولى نقطة إيجابية ومؤشرات جد إيجابية بالمسبة لمنتخب المغربي باللعب الجماعي وكذلك الصمود أمام وصيف البطل العالم أشياء إيجابية تفدنا منها اليوم خصوصا على المستوى الدفاعي لكن على المستوى الهجومي ينتظرنا عمل كبير من أجل تشجيل أهداف ومن أجل يعني لو تبقى أنت تريد تأهل الدور الثاني لازم تسجيل أهداف حالك كنت مهاجم كبير وشاركت فيه أكتر من 25 مباراة دولية إيه هي مشكلة هجوم المنتخب المغربي؟ والله المشكلة اللي كان هو الانتقال من الدفاع الهجوم ما كانش يعني كويس اليوم صحيح أنه عندنا مهاجمين بطراز الرفيع لكن ما استبدناش اليوم من التنقل يعني من الدفاع الهجوم فبكل تأكيد عدنا تقنيا يعني كنا في المستوى لكن مجوناش يعني محاولة كثيرة مخلقناش يعني متائف للإتفاع الكرواتي ممكن يعني حفاظ على الشباة كان أهم نقطة اليوم لكن كما قتلك يعني صدرنا عمل كبير على المستوى الهجوم أظن أن المهاجمين يعني كانت عندهم أدوار دفاعية أكثر من الهجوم حمد الله ونسيري متفاهمين في هجوم المنتخب المغربي من وجهة نظرك ولا مدة غياب حمد الله الكبيرة عن المنتخب ممكن تكون مؤثر عليه صحيح يعني حمد الله مهاجم كبير وداعب أكثر لكن ممكن حتى تترب يعني عنده نظرة مختلفة عن ممكن كان يحتاج مهاجم ليقوم بعض وقت فاعية أكثر ويتوي يعني بغض عالي على المجافعين هذا اللي شافوا يعني في المصير اليوم بكل سأتيت المصير يعني تقام يعني بأدوار دفاعية أكثر ميزومية ومنجح في ذلك ودليل هو المحاولة الخطيرة اللي كانت تجي العدف لو لا سيري وولي أنقض المرمى نعم ممكن نحتاج حمد الله في المباراة الجاية لأن أولئك عليك تتجي الأداف ولازم تفوز بس تأهل للطور القادم نسوف يعني بلجيكا اليوم مع كندا وجد صعوبات كثيرة وعنده يعني طريق لي ممكن تتجاوزه شريطة ترفوز عليه وعنده يعني كينيات كبيرة بس تفوز عن المتخب بلجيكي لكن تبقى يعني مباراة ملغومة بالتبال المتخب مغربي ولازم نأكد أن نقطة اليوم كانت مؤشر لتأهل الدور ثاني وكذلك للفوز في المباراة الثانية وهي مش تحت وعنده يعني ساعة المباراة الجاية فالأمور تصبح معقدة جدا وبلجيكا في زعا كندا لحد الساعة يعني دقيقة الثانية فأظن أن الأمور صعبة يعني في مباراة الجاية ولكن كل شيء ممكن في طورة قدمه وكل شيء ممكن نتضروه من المتخب مغربي اللي فيما قلت لك يعني عنده مؤشرات زيبة جدا إن شاء الله واتفاقل كبير بإطلاق الجمهور المغرب كابتن هنشام من المنتخبات العربية وفوز المملكة العربية السعودية على الأرجنتين وتعادل تونس والمغرب هل من الممكن أن نرى أكثر من منتخب عربي في دور الستاشر؟ هذه يعني فرصة كبيرة للمنتخبات العربية لكن قطر يعني في المبارد الأولى يعني ما كانش حي جيد كان يعني منتخب تفاجأنا يعني بحضوره يعني في المبارد الأولى منتخب السعودية برهن عن المنتخب قادم بقوة شفناه يعني استعدادات جيدة اللي قام بها ومقابلات الويدية الكثيرة صحيح هذه دورة استثنائية بالمتخبات العربية لو لا لو لم نتأهل يعني بأكثر المنتخب في الدورة ثانية فبالنسبة لي بالأمور مش تصعب على جميع المنتخبات العربية يعني كالكووس لعالم جدي منتخبات العربية منتخبات العربية مجد تأهل الدور القادم مش ألو الدور الثاني السعودية برهنت على ذلك استحق يعني انتصارها على الأرجنتين تونس كانت استحق أكثر من نقطة بالأمس بيعت مجموعة من فرص لكن اكتفت بنقطة واحدة وكانت ممكن تنتصر على الدنمارك انتخب قوي جداً المغرب كذلك اليوم ولو يعني ما كانش عندنا فرص كتيرة لكن على الأقل خرجنا من نقطة إيجابية جداً فهذه فرصة كبيرة المتخبات العربية مش تشوفوها عند طور السعود ان شاء الله أنا بشكرك جداً كابتن هشام على وجودك معنا كابتن هشام بوشروان نجم منتخب المغرب والمدرب العام لنادي أرجاء المغربي شكراً جزيلاً لوجودك معنا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل فقرتنا الأولى الأساتذة الكبار الأستاذ سامي عبد الفتاح والأستاذ جمال الزهيري في ضيافة البيت الكبير ولكن بعد هذا الفاصل أهلاً وصلاً بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين رجعنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل خلوني أرحب ضيوف الكبار اللي حيكونوا متوجدين معنا في هذه الفقرة الأستاذ جمال الزهيري نقضنا ريادي الكبير إزاي حضراتك أهلاً بجيء كابتن إسلام أيضاً أستاذنا والأستاذ سامي عبد الفتاح دعم النادي وإضافة أشياء جديدة في إطار برنامج الانتخابي للنادي اللي هو منه كمان افتتاح الفرع الجديد أما بالنسبة طبعاً لإعلان النهاردة في الاجتماع المؤتمر يعني اللي هو إعلان الرعاة أو أحد الرعاة أحد الرعاة الأساسيين يعني اتصالات فطبعاً ده زي ما قلت حضرك بييجي في إطار أنه النادي الآلي ماشي بمنهجية أخذ بالك لزيادة تمويل النادي نعم يعني زيادة التمويل لمجابة المصاريف الكتيرة جداً اللي بتفرض نفسها على النادي الآلي على طول حقيقة وبتدعم خطة النادي الآلي في افتتاح مشروعات جديدة زي ما قلنا بقى فيه الفرع الرابع على الأبواب إن شاء الله فطبعاً كان مؤتمر أكيد مفرح لكل المنتمين للنادي الآلي وكل جماهير النادي الآلي سواء أعضاء أو جماهير لأنه هو ده المستقبل بالنسبة للرياضة المصرية صحيح أن تعتمد الأندي على نفسها في في التمويل وفي المصاريف صحيح يا أستاذ سامي أنه موضوع الرعاية أصبح موضوع مهم جداً جداً في عالم كرة القدم وفي عالم الرياضة بشكل عام خصوصاً أنها ليست رعاية فقط ولكن هي شراكة استراتيجية لمدة أربع سنوات وشراكة تكنولوجية برضو لمدة أربع سنوات مع اتصالات مصر وبالتالي إحنا شايفين أن من الممكن جداً أن النادي الأهلي مع أحد المؤسسات الكبيرة العريقة اللي موجودة في الدولة المصرية مع أيضاً مؤسسة اتصالات مصر وهي أحد المؤسسات الكبيرة في مصر حيعملوا حاجة كويسة جداً مع بعض أو يختلفوا بعيداً عن الشكل النمطي للرعاة أنا يهمني قوي أركز على كذب الشراكة نعم لأن الأهلي أكبر منه يكون بدور على راعي ولا حاجة لا الأهلي اسمه كبير فبيخش مع كيان ما هو شراكة متبادلة وانفعها متبادلة للطرفين نعم فهي فعلاً شراكة زي ما قال الكابتر الخطيب في المؤتمر هي شراكة متبادلة وخطوة مهمة جداً لصناعة كورت القضب وصناعة الرياضة بالسفعة عامة صحيح لأن كورت ما يبقى الشهوية بقى الصناعة دي نقطة مهمة جداً كابتد أن الصناعة دي محتاجة شغل فهم وإدراك للبطالبات هذه الصناعة وده موجود في كل العالم صحيح موجود في كل العالم الحقيقية وبيد مستعبل لطمخات الأهل وجماهيره وإدارته أن الأهل كل يوم في التطور كل يوم في التطور نعم وإذا ما أنت قلت فيه منشأ جديد في جامعة الخامس تامش من السهل فيه منشأ جديد إن شاء الله ننتظره قريب جداً صد الأهل في الشيخ زايد ده برضو محتاجة شراكة هايجي فعلاً من خلال الشراكات شراكات فدي خطوة أولى لما هو قادر أو للمستقبل مستقبل خطوة أولى إن شاء الله تتبع خطوة أولى برضو يا كابتل الإسلام هو استكمالاً لكلام الأستاذ سامي هو استكمال لخطة النادي الآلي في موضوع الشراكات ده نعم شراكات الاستراتيجية زي ما عمل شراكة مع البريد مثلاً لو تتذكر حياتك في وقت سابق يعني هذا العام مع البريد المصري مع الشراكة اللي بينه وبين استادات شركة استادات وبريزنتيش يعني فيه عارف تحس إنه فيه فكر وراء هذا الموضوع وده بالتأكيد بيعود بأكبر الأثر على المظهر العام للرياضة المصرية حقيقة السؤالس جمال برضو وإحنا بنتابع المؤتمر سمعنا كلمة الكابتن محمود الخطيبة أعتقد أنها كانت كلمة شافية وشارحة لكل الأمور الخاصة بهذا الموضوع تحديداً بالضبط وهو الكابتن محمود الخطيبة زي ما إحنا متعودين أو الناس كلها متعودة إنه هو ما بيخرجش يتكلم غير لما بيبقى فيه حدث معين صحيح مش مسألة إنه هو عامل مؤتمر للحوار أو للحديث عن أمور عشان يتكلم عن جمال مثلاً عن إسلام ولا لا هو بيتكلم عن الاتصالات هو الرجل فيه خطوات معينة هو بيعملها الخطوات دي طبعاً هو بالتعاون مع كل أعضاء مجلس الإدارة طبعاً بالتأكيد يعني أنا لما بقول اسم الكابتن الخطيب بقول على الأساس إنه هو اللي بيمثل مجلس الإدارة صح يعني فيها وعمل برضو إيه مؤسسي يعني ممكن جداً يكون فيه عضو من أعضاء مجلس الإدارة هو اللي مهتم بموضوع معين في النهاية بيطلع العمل ده باسم مجلس إدارة النادي القالي ككل وده شيء برضو اللي هو العارف العمل الجماعي ده مهم جداً طبعاً لأنه بيدل على وجود مؤسسة قائمة بالفعل بتشجع حتى الرعاة على التعامل معها مظبوط يعني النهاردة لما يبقى فيه هذه الروح بين أعضاء مجلس الإدارة أو بين المجلس ككل الرعاة نفسهم بيطمئنه إلى عمل هذه الشراكة مع النادي ده ده شيء جميل طبعاً ويمكن إحنا كلنا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكة وفي حضور كل ضيوف الحفلي مؤتمر نعم طيب أستاذ سامي برضو حينما تتابع هذا المؤتمر وما جاء به يعني تشعر بالفخر وكذلك بقيمة ومكانة النادي الأهلي على المستوى العربي والإفريقي أكيد أنا رأيي النادي الأهلي دخل في مصار الأندية العالمية مش 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 بس عربي وأفريقي لا مستوى عالمي وهو يعني ليه مرضود جامل جداً في العالم يعني ليه مرضود جامل جداً في العالم واتصلت مصر بتأكد على هذا العمل الحقيقي أه فبالتالي أنا شايف أنه النهاردة فيه خطوة جديدة في مكانة النادي الأهلي وفيه خطوات جاية كتير فالأهلي مش جدي العالمة كانتو العربية والأفريقية لا فيه مصار أعليمي النادي وده مهمة جداً للمستقبل مفيش كائدات في العالم كله زي النادي الأهلي فيه طريقة العمل وأسلوبه بالضبط ومكاناته يعني مكراته يعني كل الأندية اللي هي مكررة أو واحد أو اثنين النهاردة بنتكلم في المقر الرابع أو الفرع الرابع يعني وبرده هو كلام اللي قاله كابتن الخطيب لماذا النادي الأهلي يعني لماذا تقبل الشركات الكبرى بحجم اتصالات مصر على أنها تأقد هذه الشراكة مع النادي الأهلي الحقيقة كابتن الخطيب أرجع الفضل كله لتاريخ وقوة النادي الأهلي على مدار التاريخ يعني ما هواش عمل ناتج وليد اللحظة لا ده على مدار السنين تاريخ متراكم والعلامة التجارية تاريخ متراكم وجماهيره كمان دي نقطة مهمة جدا وده بيرجع جزء كبير جدا من الاهتمام يا أستاذ سامي أو من الفضل إلى الجماهير وإلى محبي النادي الأهلي وإداراته السابقة وإداراته السابقة يعني أنه فيه عمل متواصل مش مش مجرد أنه ضربة حظ لا لا مش ضربة حظ ده هو نقدر نقول مجمل أعمال ومجمل تاريخ بالزبط النادي الأهلي بيتجسد في مثل هذه الشراكات الكبيرة لولا كده لولا هذا التاريخ ولولا هذا الجماهير ما كانش بالإمكان أبدا أن يتعامل شراكات بهذا الحجم شراكة بتيجي مننا أستاذ الجماهير بتيجي من الطرف الآخر شايف أنهم كذبان بالزبط فائدة متبادلة يعني مش حد بقى مركون على حد وبيعتمد عليه مش مجاملة لا فيها فائدة للطرفين أه بالزبط هي دي مهمة جدا يعني ودي برضو كده بتقول أن هي يعني أنا بقول أن هي دي جوهر الشراكات اللي بيعملها النادي الأهلي بتعتمد جدا على اسمه وتاريخه وجماهيره وعضاءه والمرضود أه بالزبط والمرضود للطرف الأخر أيوة طبعا وده بيعلي شأن يعني أنا بعتبر الحاجات دي هي صفقات بتتم بسبب أنه العمل الجماعي في هذا المكان هو اللي بيؤدي بيك لهذا الطريق طيب برضو عشان نقفل الموضوع بتاع المؤتمر الصحفي الحقيقة وبداية الإعلان عن الشراكات ما بين النادي الأهلي والعديد من الكينات سيكون البداية كانت النهاردة مع شركة اتصالات مصر إن شاء الله خلال الفترة والرعي الرئيسي أعتبر والرعي الرئيسي والرعي التكنولوجي للنادي الأهلي خلال الأربع سنوات القادمة وبالتالي خلال الأيام القادمة إن شاء الله سوف يتم الإعلان عن رعاق أكيد يعني من خلال أو لما النادي أكيد بييجي يعلن عن أي شيء بيقول لكل الإعلام ففي النهاية ففي النهاية عشان نقفل هذا الأمر النادي الأهلي أو أستاذ جمال لوحده اسمه لوحده يعني علامة كبيرة جدا وعلامة فارقة هو تريد ماركي يعني وإنت النهاردة موضوع اللي أكد عليه برضو الكابتن الخطيب النهاردة في كلمته إنه ده نتاج للعلامة التجارية دي يعني العلامة التجارية اللي هي تاريخ ومشجعين وأعضاء وبطولات وبطولات وكل هذه الأمور في النهاية بتكون إيه اسم النادي الأهلي صحيح ويعتبر هذا يعني أنا عايز أقول إيه هو تتويج لمجهودات كبيرة جدا 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 وتبازلت على مدار التاريخ وتاريخ عموما كل التوفير لنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية فيه هذه الأمور لأنها أمور الحقيقة إن شاء الله ستزيد من الصرف والصرف الأكتر على كمان الفرق خلال الفترة مش على الفرق فقط ولكن هو تطوير بالفعل كاملا طيب أستاذ سامي خلينا ننتقل بقى إلى النادي الأهلي إن شاء الله النادي الأهلي بيستعد لمباراة المقاولين العرب في دور التمانية رؤيتك الفنية لهذه المباراة نشوف نرجع للمسارات اللي فاتت النتائج اللي فاتت ونشوف إن فيه حالة إصلاح كبيرة جدا في الفريق وتفرة في الأداء وكاس سوبر كل ده يعني يحط على أكتاف لعبينة مسؤولية كبيرة جدا نعم فبالتالي كاس سوبر إن شاء الله يجي بعدها كاس مصر إن شاء الله مباراة المقاولين خطوة نحو البطولة دي بطولة كاس مصر الجاية إن شاء الله فأنا شايف إن أداء الأهلي في التصور كبير جدا ومختلف كليات في الأرض عن المواصب السابق نعم فيه سابق بين اللعبين إن هم ياخدوا يعني يبقوا أساسيين يبقوا أساسيين في الملعب و أساسيين أساسيين عدوا الدكة لأن دي مسؤولية كبيرة جدا الأهلي خسروا الدور الموسمين ومتسلين فبالتالي عنده مسؤولية كبيرة جدا استعيد البطولات المحلية بدأة بالصبر المصري وإن شاء الله كاس مصر وبإذن الله يواصل مشوار في الدور وقوة هو ثلاث مصرات كسبهم وليس عندك دورة أبطال أفريقيا كمان داخل لس طبعا ها فأنا شايف إن الأهلي مبدئيا في حلقة أفضل من مصر بالصبق وإن استعداف البطولات دي مسألة أساسية عند الجميع اللعبين وجالس الفن بالتالي ورؤية المجلس إن شاء الله إيه اللي بيجيبك في مستر كولر أنا بصراحة من بداية وصوله إلى مصر المدرب يا كابتن إسلام مش فقط فنيات الفنيات دي ممكن تكون في المرتبة أو يفترض إن هي موجودة عند أي مدرب أنت بتجيبه اللي بيميز مدرب عن الآخر الشخصية الشخصية دي اللي هي شخصية حازمة وفي نفس الوقت وقت الهزار فيه هزار وقت الجد فيه جد العدالة كراجل مسؤول عن فريق لازم يكون عادل بين كل اللاعبين أساسيين وبودلاء بحيث تنتقل هذه النقطة إلى كل اللاعبين يحسوا إنه لما قعد احتياطي النهاردة أنا قعد احتياطي لأننا مش لأن المدرب متطاعدني لأ لأنه أنا ما وصلتش للمرحلة ها اللي تخليني أنال ثقته ولذلك إحنا شايفين من أول وصول مستر كورر فيه لعيبة أساسيين كتير سواء في العلاج أو بعيد عن المستوى الفني بتاعهم مش متزمرين مش قلقانين لأن هم شايفين أن أي حد بيظهر قدر من التفوق في مركزه بياخد فرصته على طول واضح طبعا مستر كورر من أول ما جاء حطي إيده على حاجات كتيرة برضو من الحاجات المهمة هو أعاد توظيف لعيبة كتير أعاد اكتشافهم وخبار حياتك فده عامل نوع من الحركة الحركة الجديدة داخل فريق كرة القدم وكمان يعني فيه واحد زي طهر محمد طهر مثلا معروف إمكانياته إنما أنا شايف أنه عنده ثقة فيه أكتر نتيجة ده كله يا كابتن الأداء متغير منذ بداية توليه المسئولية أفضل بكتير النتائج كمان على صعيد النتائج كأس الصبر دون أن نبالغ في حجمها صحيح نبنتكلم واقعيا صحيح ولكنها بطولة كانت مهمة جدا جدا لأنه للأهل في هذه الفترة في هذه الفترة لابد كان أن يحصل أؤلاء اللاعبين على بطولة لكي يبدأوا الموسم الجديد ولأما أنه فوز عزة مالك آه والله حتى مع كل الاحترام الفوز على أي حد والحصول على البطولة طبعا مع الزمالك بتبقى لها رونة أكتر إنما في الأساس الحصول على البطولة السامي ده بيدفع اللاعبين خلال المرحلة اللي جاية نعم أنهم يعني يبزلوا جهد أكبر للأطر بقى يشتغل ويخش يا مساهل يا رب إن شاء الله طيب قبل ما نبدأ برضو كلامنا عن المونديال عايز أقول لحضراتكم من النهاردة كان فيه من اللي لسه كنت أقول الأستاذ جمال ما لسه باشتكي لكن الواحد بيتوه في المتشاط المحلية كان فيه ثلاث متشاط أعتقد أو أربع متشاط في الدوري العام سمعنا والله مجهورين في المونديال أصوان أعتقد اتغلب من حنقول لحضراتكم ودوقتي بقيت نتاجنا فاركو والإسماعيل أعتقد عدو الإيجابي واحد واحد وفيوتشر كسب أصوان اتنين واحد أعتقد كان فيه مباراة تالتة أقولولي يا شباب أصلا أنت عندك كمان أربع متشاط كاس عالم لا أربع متشاط كاس عالم ما فيش متشاط خالص كل يوم يعني أنا الواحد يدوب بيلحق إياه كل لقمة في النص ما بين المتش ده والمتش ده فالعملية طبعا صعبة ومزدحمة لكن نقدر نقول برضو أنه مباراة المقاولين بالنسبة للأهلي مهمة جدا والمقاولين من الفرق رغم أنه التاريخ بينحزل للأهلي إنما من الفرق التقيلة المخترمة يعني حتى في أسوأ حالتها وبعدين بيدربهم مدرب كبير في العريب طبعا فأكيد أكيد كل العائبة الأهلي عارفين أهمية تهزيل المباراة مباراة كاسف الأول والآخر طبعا بشي المفاجأة لازم بقى تعمل حسابك لازم نعمل حسابنا على كل هذه المفاجأة أولا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل بما أننا بقى عشان نرجع نتكلم عن المونديال نعم عن كاس العائلة نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكمل مع حضراتكم أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين أستاذ جمال خليني أبدأ بحضرتك ورأيك بقى في المونديال رابع يوم النهاردة وأربع أيام الحيام حد واثنين وثلاثة واربع كلهم أيام حلوة آه تمام وطبعا المونديال يعني واضح جدا أنه دي بنعتبرها ليه جولة الأولى أو جولة نفتتاحية نعم فيها مفاجآت كتيرة جدا هنبتدي من أول حاجة قطر أنا كنت متوقع أن مستوى منتخب قطر يبقى أفضل من كده بس طبعا كان واضح جدا أنه هم خايفين ومرتبكين أي وأعطوا الفرصة تماما لإكوادور أن هي تفرض الرتم اللي هي عايزها وتحقق الفوز عندك بعد كده إنجلترا وإيران أنا بقى بدي كده سريعا عن كل مباراة إنجلترا وإيران دول المعطشر مباراة لا لسه ما يجوش لا أنا عايز أقول أبرز تبنيه وثلاثة أحداشر واحدة طيب أبرز نحن عشان متفرج عليهم أبرز 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 النتائج المفاجآت طبعا فوز المنتخب السعودي صحيح على المنتخب الأرجنتين وبرضو ده أنا ببعد رسالة من عندك دلوقت يا كابتن لأي حد بيتكلم عن الماتشاط قبل حدوثها إنه ما يستعجلوش لا بس هو فيه برضو يا سيس جمال لازم يعني واضحة بس لازم تقول إنها واضحة 98% أو 95% بس فيه 5% اللي هي وارد كرة القدم ما كانش حدي هتخيل أبدا إن السعودية تكسب أرجنتين يعني لو فيه كلامه حاجة زي كده مش حديش هيدي السعودية لكن الحقيقة إنه هما من بداية المباراة حتى الجون الأحرازه الأرجنتين نقدر نقول إنه هو أولا هو من ضرب الجزاء فيه هدفين تلقوا يعني دول تسللات فعلا يعني السعودية تحملت كل الضغوط حتى جاء الشوت تاني مع بدايته كان واضح جدا إن فيه روح مختلفة وأداء مختلف نعم وأحرازه هدفين متتاليين ولما يجيبه جنين في الأرجنتين حتى لو في وقت مباكر شيء جيد جدا شيء جيد جدا ولا يمكن يتنازل عنه نعم يعني اللي إحنا شفناه بقى بعد كده باقي المباراة كان عبارة عن استبسال وإصرار وقتال وخلاص أنت على أعتاب أن أنت تحقق نتيجة رهيبة يعني صحيح يمكن هذا الفوز شجع المنتخبات الأخرى على أنها ما تخافش من المنافسين رغم أنه حصل فيما بعد أنه يعني مثلا بعد هذه المباراة تونس لعبة مباراة جمدة جدا أنا هتكلم عن الفرقة العربية قدام الدنمارك وقدرت أنها برضو تحقق نتيجة شبه جيدة أو جيدة ثم مباراة المغرب وكرواتيا برضو تحس أن الأداء فيه عالي جدا وأداء قوي جدا يعني نقدر نقول أن ده طمع كل المنتخبات في الفرع الكبيرة يعني حتى أن تصل إلى ألمانيا اليابان نفسها اليابان والسعودية هم يمثلوا الكرة الأسيوية اليابان كمان قدمت عرض قوي جدا يكاد يكون شبه عرض السعودية يعني فيه ملامح كتير صحيح لأنه برضو من ألمانيا من أبطال العالم آه بس اليابان برضو لما تبقى يعني مش مصنفة أنها تكسب ألمانيا صحيح فأعتقد أن ده كله استفاد منه الأسبان ما نزلوا قدام كستريكا ما بيهزروش قالك من الأول كده من أول ثانية في المباراة وهم بيلعبوا على أنه لأ سبعة اتبح القطة على طول سبعة على طول آه تلاء بلعك كمعية كلمس يقول لك هيكسب ستة واحد آه مش معنى ستة واحد قال لي هو ستة واحد هو عجبه كسبه سبعة صفر عجبه رقم الستة واحد آه يعني هما سبعة تمام أستاذ سامي بعد إذنك برضو قول لي رأيك بقى بشكل عام في كاس العالم يعني إيه اللي عجبك في كاس العالم التنظيم الإدارة إيه اللي حصل التنظيم على أعلى ما استوى طبعا أنا روحت لقطر أخطب بره في وقت الاستعداد لكاس العالم نعم وشفت الانشاءات في فترة كاسية جدا حاجة تفرح وتدعو الفخر في منطقتنا العربية أنه يكون فيه عزل استداد صحيح طبعا وأنجزوها خلال برضو فترة فترة قصيرة يعني عشر سنين صحيح صحيح 12 سنة بالضبط فبالتالي أنا شايف اللي حصل في قطر شيء أضع الفخر في المطار العربية أو كاس عالب في المطار العربية فبالتالي أنا شايف إن قطر فازت كاس العلم نعم من التنظيم كاس العلم للتنظيم من التنظيم نقول كاس العلم للتنظيم صحيح حاجة رائعة جدا وكل شكر قطر وجمهور كمان حاجة حاجة جميلة جدا تسلات عالية جدا إن الجمهور مش بس في الملاعب خارج الملاعب كمان تحس إن هم متفاعلين جدا مع الحدث نعم طبعا أنا زعلتي جدا لخصار القطر في المباراة الأولى نعم لأن زمال سيد جمال كانوا خايفين زيادة عن اللزوم متوتلية حقيقي مع إن هم سستامي برضو كان مفروض الإعداد النفسي ليه يبقى أفضل من خدا أن أنتم مش خسرانين عاملين عداد فن كبير جدا وهم فرأة كويسة على فترة يعني كانت مفجأة جدا غريبة جدا أن هم يظهروا بالشكل ده بالشكل ده ووسط جمهور كبير جدا منتظرهم فأنا شايف إن شاء الله البوتولة هناك حيث من أول يوم الحقيقة تنظيم رائع وشيء جيد جدا من ناحية الفنية برضو حتى الآن الأمور لم تصل إلى 40-50% لسه بدري لأن لسه بقية المنتخبات الوطنية المنتخبات العامة يعني بقية المنتخبات حنشوف يا بكرة يبقى آخر حاجة في الجولة الأولى في الجولة الأولى وبعد كده بقى نرجع نريب في لفة تانية على الجولة مفاجأة هستمر مفاجأة هستمر لإيه لأن المتخب السعودي ضرب ضربته الأولى فوراء المتخب التونسي والمغربي ونشوف بقى اللي حيحصل بيه بيه صحيح ونشوف مفاجأة وبكرة برطغال حيلعب فحيبقى عندنا مباريات هنشوفنا كل الفرق نعم بكرة بكرة لما تجلنا الأسبوع الجان ويسألكم مين اللي حيكسب عشان تقوليش أنا ما شوفتش الفرق كلها مين اللي حيصحب لأ أنا اللي حايز أقوله كمان انه واضح جدا من خلال مباريات الجولة الأولى انه الفرق الغير مصنفة لها دور عاملة أوه يعني حاسس أنا انها بتصور على سيطرة الكبار بنتمنى بقى انه ما يبقاش كله طموحهم يا كابتن الإسلام انت كسبتك كبير صحيح عادي كمل كمل بقى يعني ما يبقاش طموحك ان انت نوصل من حتى دي يا سيجمال ان الكرة أصبحت صناعة طبعا يعني السعودية اليابان مش منغرة الكرة في الملعب لا لا طبعا المنضوع أصبح أكبر من كده لا طبعا حيح أصبحت صناعة فين الدية جابنا جدا صحيح وده اللي زار في نتاج الفرق نتمنى يا رب ان احنا نتفرج على مباريات جيدة خلال الفترة اللي جارة بشكرك جدا أستاذ جمال شكرا جزيلا أستاذ سامي على وجودك معنا أنا بشكر أستاذ جمال طبعا أستاذ سامي على وجودهم معنا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أحمد مجدي وعبد الرحمن بدر في فقرتنا المعتادة كواليس المونديال ولكن بعد هذا الفاصل أهلا وسلام بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين فقرتنا المعتادة كواليس المونديال هنبدأ النهاردة بكلام كتير جدا وأربع مباريات من العيار الثقيل وإلى اللي حصل في هذه المباريات ولكن خلوني أبدأ أرحب بضيوفنا اللي موجودين معنا النهاردة أحمد مجل ازاكا بحمد ازاكا كابتون كل تمام تاني مرة في اسبوع مية مية احنا دلع كتير كده عليه الله يخذيك كده أيضا عبد الرحمن بدر ازاكا عوبت كل تمام كل خير أنا أبني كبير اسمه بدر بالمناسب خبارك كله خير خليني أبدأ معاك يا أحمد أو قبل ما نبدأ خليني نطلع نشوف تقرير الأول كالعادة عن أخبار المونديال طوال اليوم طيب دي كانت أهم الأخبار اللي حصلت النهاردة في يوم المونديال رقم أربعة خليني برضو نروح نتكلم عن نتائج مباريات اليوم المغرب وكرواتيا وتعادل سلبي ما بين المنتخبين وألمانيا واليابان وفوز اليابان بهدفين مقابل هدف وأسبانيا وفوز على كوستانيكا 7-0 وبلجيكا وفوز على كندا بهدف مقابل نشيء خليني أبدأ مع أحمد وأبدأ معاك النهاردة كلامنا عن مباراة المغرب وكرواتيا هذه المباراة المغرب بيواصل سلسلة صحوة المنتخبات العربية بالطبع كابتن منتخب مغرب النهاردة عمل مرش كبير جدا 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 لأنه لو كان حد توقع أنه المغرب هيحقق نقطة من الخصمين بلجيكا وكرواتيا قبل البطولة ما تبدأ كنا نشوف دي على سبيل المفاجأة ليس أكثر يعني وكان الراق وقلنا هنا الأسبوع اللي فات برضو أنه ممكن نلعب على ماتش كندا تلات نقطة بتوع ماتش كندا وتحصيل نقطة أو أكتر من ماتشين بلجيكا وكرواتيا أن كندا لا منتخب كويس منتخب كويس جدا بس كان التوقعات بتاعت كل الناس أنه الكندا الوحيدة اللي في المتناول على الأقل أنك تلعب ماتش ندب بعد ما شفتها لا بالضبط لا منتخب ممتاز جدا والمغرب كمان يعني بينت عن وجه كويس وخلينا حي المدرب واليد الراكراكي الصراحة لأنه عمل ماتش كبير جدا 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 والعادي أن الفرقة اللي بتاخد من الأهل دوري أبطال أفريقيا المدرب بتاعه لو مغربي بيلعب بيروح منتخب المغرب على طول خلينا أنا معي حالات يا كابتن بعد تالي للزملاء في الإعداد النهاردة حصل تغيير مباغت في خطته لما خرج نصير مزروف دياء 65 إزاي أشرف حكيمي قدر يعني بتعليمات واليد الراكراكي طبعا وإزاي كان فيه لو الشباب بس يعرضوا لنا الخريطة الحرارية الحكيمي في البداية لأن حضرتك كمان يعني من أفضل الباكات رايت اللي جات في تاريخ مصر يعني فحضرتك لما الباكليفت يتصاب باكليفت بحجم النصير المزروي بكل المهام اللي هو بيعملها فيغطي الباكرايت دايما يعني فكرة لنك تلعب على الطريقة دي دي التشكيلة طبعا ده التشكيل الأول عشان برضو الناس تبقى عارفة احنا بنتكلف أو جموين بالضبط يعني أشرف حكيمي الباكرايت ونصير المزروي الباكليفت اللي جابها دي في كرواتيا كان فيها يعني إيفان بيري سيتش وكان فيها يعني شلال هجوم طالع على أشرف حكيمي بدايةً والد الراكراكي اتعامل مع عايز الدين قناحي وسليم أملاح لو نشوف برضو الخريطة الحرارية بتاعتهم كانوا يعني معظم وقتهم بيغطي الأطراف بس لو أشرف حكيمي تقدم في العمق كان دايماً سليم أملاح أو عايز الدين قناحي وبالذات عايز الدين قناحي بيغطي وغراء كل الباكرايت وده أمن جداً أشرف حكيمي في الانطلاقات ولكن لما نصير المزروي الباكليفت طلع بقت على أشرف حكيمي مشكلة كبيرة إنه لازم يغطي الناحية التانية دي لأنه مهما كان الاختيار هو اخترق يحيى عاطية طلع لعب الوداد يحيى عاطية طلع لعب محلي بغض انزل امكانياته ولكن مش هيقدر يسد الفاجوة بتاعت نصير المزروي اللي جاي بخبرة بارن من شنو بالضغطية كبيرة الشكل اللي يا بحكيمي بيه والتفوق في السنائيات وكل الجودة اللي هو قدمها أعتقد أنه هو بين أولا جودته هو كلعيب من أفضل أزراء اليومنا في العالم وسانيا وده الأهم اللي عايز هو وليد الركراكي والمتشط طمع في الشروط الثاني يعني يصير الشروط الأول صفر صفر زي ما هو عايز الشروط الثاني المغرب كان عندها أكتر من فرصة أن هي تتقدم وتحقق المفاجأة ولكن يعني ليس بالإمكان أفضل من مكان ده أولا وثانيا نتيجة ممتازة جدا بتخلي حسوز المغرب توصل لحد الجولة الثالثة الجولة الثالثة وده المطلوب دلوقتي من المنتخبات العربية طيب برضو على الجانب الآخر المنتخب الكرواتي المنتخب الكرواتي يا كابتن النهاردة كان بادئ بالطريقة اللي هو بيلعب بيها واللي لعب بيها في الطروط 2018 ونفس الجيل تقريبا ونفس اللاعبين كان المهم بالنسبة له في كل المبارات اللي تعمل فيها في 2018 هو أهم حاجة عنده أنه ما يستقبلش أهداف ويبدأ أنه هو بيتحرك عن طريق تحركات ونقل الكورة عن طريق لوكا مودريتش أو كوفازيتش بيستخدم أن هما الاتنين خدرتهم الكبيرة على الحركة بالكورة فكان أهم حاجة بالنسبة للمنتخب الكرواتي أنه هو ما يستقبلش أي أهداف ويقدر أنه هو يتنقل بسرعة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية فيقدر أنه يستغل التقدم لعيبة منتخب المغرب ومحاولته من هما يضغطوا على دفاعات كرواتي وده اللي عمله السلسة وسط الملعب اللي كانت أدوارهم الدفاعية وأدوارهم في الضغط على وسط ملعب كرواتي كانت أكبر من أدوارهم في نقل الكورة فكان بيحاول أنه هو يستغل ده عن طريق تحرك لوكا مودريتش أو كوفازيتش فيه المساحات خلف لعيبة وسط الملعب ودخول مودريتش على الجناح مودريتش شفناه النهاردة في أكتر من لقطة بيتحرك على الجناح الأيمن وعلى الجناح الأيصر وبيقدي هو أدوار الجناح في توزيع اللعب أو في إرسال برضو عشان اللي مش متخيل التشكيلة قدامنا علشان اللي مش متخيل وعبد الرحمن بيتكلم يبقى عارف طبعا أنا عارف أن الجمهور الأهلي بيبقى حافظ الأماكن أكتر من أي حد أكتر من التشكيل يعني لكن احنا بنحط تشكيل كده عشان الولادة الصغيرين حتى لو مش متخيلين لشكل العام للمنتخب بيبقى عامل إزاي لكن كانت المشكلة مع منتخب كرواتيا كانت في الشق الهجومي وكانت مشكلة المنتخبين أعتقد في إنهاء الهجمات يعني كراماريتش وبريزيتش وفلاسيتش ثلاثة ألف هجوم منتخب كرواتيا رغم تحركتهم ودينامكية الحركة ما بينهم إن هما بيتنقلوا من الجناح الأيمن الجناح الأيصر وفي نص منطقة الجزاء لكن كانت المشكلة في إنهاء الهجمات فيه فرص كتير اتعملت وفيه كرات عرضية لوكا مودرتش عمل كرات عرضية وفيه بريزيتش قدروا إن هما يوصلوا للمرمى لكن المشكلة في إنهاء الهجمات دي كانت نفس المشكلة تقريبا مع منتخب المغرب مع يوسف النصيري وأعتقد أنه كان مفروض يبقى الحمد لله يبدأ بدري شوية أو يدخل في المباراة بدري شوية حمد لله بعيد برضو لأنه هو خلي بالك حمد لله بقاله فترة طويلة جدا بعيد عن المنتخب بعيد عن المباراة حتى لما نزل هو ده الحل الوحيد لقد ده هو ده الحل صح في حين أنت قدامك منتخب هو مش شارس عليك هجوميا ومش بي الموضوع كان أنا شفت يعني المباراة متوازنة بين المنتخبين يا أقل المباراة تزديدا على المرمى من الطرفين كل طرف صوت تصويبتين بس على المرمى اللي عم في نص الملعب نعم كان استامنة ماتش عائلة المغرب كانت أكتر من جزء الهجوم في منطقة نص الملعب أن السلاثة وسطة الملعب أدوارهم شبيهة ببعض التلاتة أدوارهم دفاعية إنما اللعيبي اللي بيحرك الكرة وينقل من نص الملعب للهجوم ما كانش موجود قوي ما هو أنت برضه كمدير فني أنا بلعب كرواتيا تاني العالم فلازم أأمن شوية بالنحية الدفاعية ولكن هو خد الخطوات الجيدة بدأتها من شود التاني زي ما حضرتك قلته بالضبط ولكن برضه يا كابتن فيه أوقات يعني فيه أوقات في صير المباراة وقرأة المدارب المباراة هو وقف على الخط فيه وقت أنا ممكن أن أعمل تغيير معين أبتدي أحرك لعيبة وسط الملعب وحرر لعيب من نص الملعب اللي هو يضغط ويتقدم لقدام علشان أنه هو ينقل الكرة أكتر وأخلي لعيبة الجناح الجناح الأيمن والجناح الأيصر قادرين أنه عندهم حرية أكتر شفنا نهاردة كان حكيم زياش بيجبر أنه هو يدخل تاني لقلب الملعب عشان يحرك الفرقة بالكرة ويستلم الكرة من وسط الملعب وينقل لعيبته فلو ما فيه لعيب وسط ملعب قادر أنه هو يعمل الأدوار دي مش هنشوف حكيم زياش داخل في قلب الملعب وهنشوفه على الطرف على طول قدام أشرف حكيم والناحية التانية نفس الكلام برضو طيب حضرتك كنت بتتكلم يا أحمد على الخريطة الحرارية لأشرف حكيمي لأشرف حكيمي أشرف حكيمي ومزراوي وقناح هيوضحه من الركراكي كان عايز يطلع بقيم الموضش فعلا عايز إيه فعلا دي الخريطة الحرارية يا كابتن لأشرف حكيمي زي ما أنت حدرتك شايف هو مركزه الطبيعي الباكرايت بيتحرك فيه زي ما أنت حدرتك شايف كده النقطة التمركز الأساسية دي ولكن بص حدرتك بعد ما نصير مزراوي طالع في الديها 65 للإصابة واستبدل بيحي يعطيها طالع بدأ أشرف حكيمي يدخل في نص الملعب أولا نحية الباكليفت هناك يا كابتن نحية الباكليفت هناك زي ما حدرتك شايف فأدوار جوه منطقة الجزاء لو نجيب اللي بعدها بتاعت عز الدين قناحي يعني بتاعت قناحي مزراوي طبعا دي بتاعت عز الدين قناحي ده لعب وسط بلعب 7 أو 8 يعني مقلوب كده بيرجع للمنطقة ورا حتى هو ما كانش الراكراكي مستهدف أنه يبقى يعني لما تصاب عمران لوزا قبل البطولة يا كابتن اللي هو عنصر بيعرف يحط الكرة في رجله ويتحرك بيها ويشوف الملعب ويقبل بوشه ولما هيلعب بلجيكا وكرواتيا اللي هي خصوم بتتفوق عليه في خط النص وفي المنطقة اللي قدام بقى لازم يلعب باتنين أقوية جدا اختياره كان لاتنين هو لسه جابهم المنتخب لسه جابهم من فرنسا من الأكاديميات الصغيرة ومستعد ان هو يراهن عليهم والتنين بيتميزوا بقوة بدانية عالية جدا ده عايز الدين قناحي بلعب المباراة دولة العشرة العشرة بس ليه دي خريطة مزراوي ممكن نرجع بس القناحي ده باكليفت عادي كان بيلعب زي محارتك شايف والأدوار عادية لحد ما تصفت ديها 65 النقطة اللي في نص ملعب ديها النقطة اللي تصف فيها يعني لما طلعوا نص ملعب اتعرض للإصابة وطلت تيحة الله ولكن عايز الدين قناحي كان كل وظيفته اللي هو لعب الخط النص ان هو يحمي حكيمي تماما لان حكيمي بقى مطلوب منه حضرتك عارف طبعا ان لو الباك رايت تصاب او الباكليفت الأساسي تصاب اكتر حد بيتضرر بدلين هو النحة تانية نحة لان عنده تغطية عكسية اولا لان لو في دور هجومي مطالب ان انا عامله كباك رايت والباكليفت مصاب انا عارف ان ما فيش حد هيرحل معايا فانا متخيل ان الباك رايت وبيطلع ان الباكليفت مش هيوقف ممكن يطلع معايا فنسبب مشكلة ففي الوقت ده كان نحل الراكراكي ان عز الدين قناحي وسليم أم الله احمل نحة تانية بيغطوا تماما حكيمي بيحمه حكيمي تماما حكيمي مهما دخل سنائيات مع كل لعبة كرواتيا قدام او وراء المعروف تماما انه اكيد لو في لقطات كانت معنا صور كان وراء خالص بيرجع خالص اناحي يلعب كأنه باك رايت في اوقات تانية من الماتش بتلاقي اناحي بيغطي كمام المهاجمين فدخل منطقة الجزاء اكتر من مرة وفي كورك الهو كان هو خد قرار التصويب بجرأة ولكن ما خدش قرار التصويب بزداد في شوط التاني في حالة في ديها 68 تقريبا كان كان ممكن يتقدم للمغرب ولكن المعركة البدنية اللي هيقها ولدي الرقراك اللعبة المغرب وحسسهم فعلا ان الفرق هيتعوض بكده فرق الكواليتي وفرق وفرق الامكانيات وفرق التصنيف وفرق الروح ممكن يتعوض بكده ممكن يتعوض ان انا ألعب عليك موتش بدني عالي جدا ابنعك تماما من انت على القل تصوب عليها وانت تقرب من منطقتي ولما قربوا في الشوفقان هيتشوط الأول من كراماريتش كان ياسين بونو بالمرصادة السوطش البكاد ده أعتقد يا احمد كان بيتعامل مع خليو زيتش قبل ما يجر كراكي كان بيلعبه شوفكيمي باكلفته ومزروي كان بيلعبه الطريال عكسيا يلعبه كجنح عكس هي واجبات أساسية طبعا هي واجبات أساسية قصد بي لا مش غريبة طبعا بس بقول لما الموضوع بيكون مكسف جدا لما عندك فرق امكانيات عالي من المغرب وكرواتيا في فرق امكانيات عالي بتبقى المهام اللي زي ديها كابتن ايه التفاصيل اللي بتكسبك المجر لو كلمنا عن رجل المباراة مودريتش وأرقام مودريتش لأنها مودريتش يعني كنا نرسل نتكلم من هو أخذ رجل المباراة على الرغم مني مثلا هناك أسماء أخرى أكتر على الرغم اللي حققت المطلوب من المباراة يعني كرواتيا ما حققتش المطلوب من المباراة فلو أرقام مودريتش معانا أرقام مودريتش لعب 100 دقيقة لعب المباراة كاملة مرر 75 تمريرة صحيحة من أصل 90 تمريرة 83% دقة التمرير أعتقد شيء معتاد من لو كلمودريتش في الصناعات الأخيرة أن دقة التمرير بتاعته تكون عالية تمريرات البيانية الصحيحة 0 من 3 العرضيات الصحيحة 0 من 1 مراوغات 8 مراوغات من أصل 11 مراوغة استخلص الكرة 4 مرات وقطعت تمريرات 5 مرات أعتقد الأرقام الدفعية لمودريتش كانت أفضل من الأرقام الهجومية رغم أنه أنا شفته بيتحرك يعني من شاهدات المباراة كان بيتحرك بشكل أكبر في الجنب الهجومي ولكن ده بيأكد برضه في أرقامه الدفعية على أن كان منتخب كراتي الأهم شيء بالنسبة لأنه هو ما يستقبلش أهداف ما يمنحش منتخب المغرب السيطرة الكاملة على المباراة وبعدين ييجي الدور الهجومي لمودريتش ويجي الدور الهجومي لبيت الفريق ياسين بونو أرقام ياسين بونو وهي برضه اندلت فهي تدل على أنه أدى ما عليه على الأقل يعني كان من الممكن أن يكون هو رجل هذه المباراة وإحنا تعودنا لأنها معظم منتخبات العربية رجل المباراة بيكون فيها حالس المرمى أرقام بونو ثلاث تصديات جاءت عليه ثلاث تصديات تصدي لهم تصديات فائقة تصدي واحد اعترض عرضيتين واثنين وعشرين تمريرات صحيحة من ستة عشرين ونسبة تمريراته خمسة والثمانين في المائة ياسين بونو تصدل أكتر من كورة وكان فيه كورة في الشرط التانية أعتقد كرامريتش في ستة يارضة كورة عرضية كانت من مودريتش وفي الستة يارضة قدر أنه يفرد جسمه بشكل كويس وتصدل كورة كورة دي مثلت خليه ياخد رغو المباراة طبعا أنقذ نقطتين للمنتخب المغرب صحيح لأنه خرج المنتخب المغرب بنقطة ممكن تساعده بعد كده في بقية المطولة طيب هنتكلم فنيا عن ألمانيا واليابان ولكن بعد هذا الفصل ألمانيا وهزيمة قاسية الحقيقة من اليابان بعدما كانوا متقدمين بهدف ولكن ريمونت هذا هل هي غريبة ولا مش غريبة أقول نعم يعني هي ضجتها كبيرة جدا يا كابتن لأنه لو استعرضنا الأرقام اللي حصلت بعدها يعني مثلا دي أول خسارة للمانيا رسمية من منتخبين أساوين وربعة أول خسارة للمباراتين وربعة من 1982 أول هزيمة يعني أول مباراتين في دور المجموعات تهزمهم ألمانيا في المرة يعني المرة اللي فاتت كانت في كوريا الجنوبية طلعت في 2018 أخذت الجولة الثالثة بدأتها بهزيمة ودي أول مرة تحصل في تاريخ ألمانيا على الإطلاق من مباراتين وربعة في دور المجموعات فكل دي أرقام بتعبر عن ضجة الهزيمة ولكن اللي حصل في شروط الأول أن ألمانيا دخلت المباراة بقوة شديدة جدا يعني كان الموضوع يبدو أنه مرشح لسكورة عالي جدا ولكن عدم استغلال الفرص لتشكيل ألمانيا مشكلة ألمانيا هي في المركز اللي قدام فرص الحربة إنه إصابة تيمي وفيرنر على الرغم أنه كان بيضع كتير كرات مع تشيلسي قبل ما ينتقل لليبزيج الألماني فحط مشكلة كبيرة جدا عند هانز فليك في مركز رص الحربة لحد لوقتي هو ما لقاش الإجابة هو اعتمد على كاي هفريدز مع أنه عنصر خبرة مع أنه بلعب وينج أصلا يعني بلعب وينج بس هو بيعتمد عليه كلعب رقم 9 الاختيارات اللي عديك كلها يوسوف أموكوكو عنده داخل 17 سنة منكمل 17 سنة وفولك روج لعب ملوش خبرة دولية كبيرة وإن كان لعب واعد يعني عمره 29 سنة بس هو ما لعبش غير 9 عنده إيه؟ ووفمان أعتقد ووفمان ما بلعبش 9 صريح وإعتماده كان على توماس مولر أو على كاي هفريدز فالمشكلة تجلت النهاردة إن ألمانيا وصلت للمرمة كتير جدا وحتاجت 1-0 ضربة جزاء من الكاي جندجان ومنيت برضو صراحة بسوق حظ كبير جدا لأنه كان فيه 3 كور في العرضة في الشوت التاني ولكن اليابان في الوقت اللي فعلا قررت إن هي تساعد الرتم ألمانيا ما أبدتش مقاومة كتير لأنه الكورتينو اللي شاطوم اليابان هي تاني وتالت فرص يعني فيه فرصة محققة فعلا نوير شالها في الديات 72 74 ديات كانت تاني فرصة لليابان على طولية فرص قوية محققة فاليابان عرفت تتقدم وعرفت تساير الماتش زي ما هي عايزة من الهدف اللي بتتظلم في الماتش يعني ما فيهوش حركة عجيبة ولكن فيه كنترول جامد جدا وفيه تسديد فرص تايم في الدياقة الكورت دي بتبقى يعني اندر ريتت زي ما بيقولوا في المسابقات المجمعة ولكن اليابان ما كانتش الطرف الأفضل في الماتش عملت ماتش بطولي إنها تحافظ في وقت طويل على 1-0 دي اللي كانت دي اللي كان أهم شيء الاتنين الواحد دي زي ما كان يعني مكافئة صمود يعني مكافئة صمود واليابان عرفت تطلع بالماتش بأكتر من اللي عايزه دي فسروا الفرحة الهسترية اللي عبت اليابان بعد الفوز على ألمانيا فأعتقد إن الماتش كان ماشي في سكة ألمانيا للوقت اللي فعلا هم حسوا إنها 1-0 كفاية وهنا كان العقاب اللي الكورة بتعاقبه وكل حد بيظون خطأ إن ده بيحصل يعني هو كان قبل أشياء أخرى كثيرة جدا ولكن أيضا الحديث وإحنا بنتكلم عن هذه المباراة اليابان الحقيقة برضو زي ما أحمد قال قفلت كواس جدا لمدة 75-75 دقيقة وعلى كده يبدأ نشوف يابان بشكل متغير بالضب يا كابتن اليابان في الشرط الأولاني ما كانش في أفضل حالاته وكان المنتخب الألماني بسهولة جدا بيوصل للمرمى مع بداية الشرط التاني ابتدى المدير الفني الياباني يعمل تغييراته ابتدى يحرك لعيبة من وسط الملعب للهجوم مشكلة اليابان برضو إحنا بنتكلم وبدأ إن هو يتجرق أكتر على منتخب ألمانيا ولكن كانت مشكلة ألمانيا تطفق مع حمل كاد في مركز المهاجم وإحنا معنا برضو الخريط الحرارية للثلاثي الهجومي للمنتخب الألمانيا كايها فيرتس أول حالة معنا كان معنا الخريط الحرارية ليه هنشوف إن كايها فيرتس يا كابتن ما دخلش منطقة الجزاءة تريبا من الخريط الحرارية بتاعته لو شفناها مش هنلاقي فيه أي حركة ليه تذكر داخل المنطقة إلا حاجات بسيطة بالضبط توماس مولر كان مطلوب منه إن هو يرجع دايما يدافع وسيرجي جنابري على طول مع فقدان الكرب يرجعوا يدافعوا ويرجعوا يغطوا على لعيبة وسط الملعب لأن دايما كان اعتماد منتخب ألمانيا دي معنا الخريطة الحرارية لتوماس مولر لو ترص يا كابتن ما فيهش في منطقة الجزاء تريبا غير دخوله من على الجنب اليمين لمنطقة الجزاء اللي هي هنا تحت هنا لو تتحسن ما قوله ما كانش باي لحب إنه أغلبت حركاته يا كابتن في وسط الملعب هنا جنابري جنابري قدام نص الملعب الزبط أكتر ما كانت حرك فيه جنب نص الملعب كأنه هو العيب هوف مش العيب جناع دي لأ مش دي الأظهرة الزهرين اليمين واليسار فيه خريطة تانية لأ دي لسه شايف هنا دول الأظهرة ده 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 جندجان ده ولا مين ده جنابري ده جنابري أوكي جندجان وعندنا جندجان وكمتش دي برضو لأ دي لسه دير الزهرين الجام كانت تحركهم إنه هو دايماً اعتمده في الشكل برضو ده مش مش تحركات ظهراء جام لا إنه سولي ده يا كابتن مش ظهير أصلا سولي ده بقلبة فاعة وده اتكلمنا عنه على مشكلة القلبة فاعة الأسبوع اللي فات هو كان بيعتمد علي يا كابتن هو الكرة مع كيمتش أو جندجان بيستغل إنه هو لعيب المنتخب اللي يبقى مركزين في قلب الملعب ومركزين مع السلسة اللي جومي سهو كايها فيرتس مفيش تقريباً وجود خالص كابتن في مطاية الجزائر هو له وجود له في المباراة ووسط الملعب مفيش هو باعتمد على إنه هو فيه مدورة ما بين سلسة الهجوم سواء توماس مولا أو سيرجي جنابري وكايها فيرتس ولكن كان لابد إنه دايماً في كل هجمات نلاقي العيب في قلب الملعب ده ما كانش بيحصل في مطاية الجزائر نعم ده طبعاً سببه غياب تيمو فيرنر ورغم إنه هو كان بيضيع كتير فعلاً ولكن كان محتاج إنه هو لعيب مهاجم صريح واعتمد في طريقته الهجومية على تحركات جوشوى كيمتش وإلكاي جندجان إنه هم دايماً بيزيدوا ودايماً هم اللي بيحركوا الفرقة فلما نشوف في الخراية الحرارية بتاعة ظهرين الجنب ليه هم تحركاتهم عالية كده إنه هو بيعتمد على امتلاك الكرة لتسناية وسط الملعب وحركة ظهرين الجنب خلف دفاعات اليابان إنه هو بيبدأ إنه هو الدفاع اليابان بينكمش في قلب الملعب عشان يقفل المساحات على هجوم ألمانيا سواء جمال موسيالا أو مولر أو جنابري وكايها فيردز فبيضطر إنه ينكمش يبقى فيه مساحات خلف ظهرين الجنب يقدر من خلالها إنه هو ديفيد روم أو سولي إنه هم يتحركوا ويدخلوا جوه منطقة الجزاء ويعملوا خطورة على دفاعات اليابان تاني دفاع المتخب الألماني هو سبب المشكلة الكبيرة النهاردة يعني في السنوات الأخيرة المتخب الألماني عفوا المتخب الألماني بيدفع في آخر كام سنة بشكل سيء جدا رغم من قبل كده هو المشكلة فيه مشكلة مشتركة هو بطء روب الدفاع سواء قبل كده مع هوملز أو مع جيرون بواتين كانوا لعبة وطيئة لعبة ما عندهاش إمكانية السرعة والحركة بسرعة لكن بيقدروا يقروا اللعب وبيقدروا يقروا الهجمات لما ابتدى ده يقل وجودة المدافعين تقلي يعني أنطوني روداجير في رأيي الشخص هو مدافع لا يستحق أنه يكون في ريال مدريد أصلا مدافع أقل من العادي أنا باتفق معا جدا في الموضوع ده وبرهان الأرقام كمان ألمانيا بتستقبل لأول مرة في تاريخها في عشر مرشات متتالية أهداف لأول مرة في تاريخها أقصد في المسابقات الكبرى أول مرة في تاريخها ألمانيا تعمل عشر مرشات ما فيهمش ولا كلين شيت مسألة الدفاع في ألمانيا فعلا هايلايت جامدة جدا لدينا صور حالات من المباراة للأخطاء دفاعية لعيبة الألمانيا لو نقدر نجيبها صور بتاعة الأخطاء الشباب لو سمحتوا تفضل بنشوف في حالات لعيبة متخب اليابان مع امتلاكهم الكورة في وسط الملعب وتحركات لعيبة خلف دفاعات ألمانيا دايما كان في مشكلة دايما في الرقابة الفردية بين أنطوني رودجير أو شلوتر بيرج مع لعيبة متخب اليابان والرقابة ومع انطلاق انطلاقات ظهرين الجنب يا كابتن كان بتسبب مشاكل لأن سولي أو ديفيد روب مش لعيبة سريعة برضو يعني سولي حتى هو مدافع مدافع بنيا جسادية قوية الكورة دي يا كابتن هي في بدايتها لعيب منتخب اليابان داخل من قلب الملعب ويتحرك حضرك تشوف فيه كام لعيب فاضي جوه منطقة الجزاء فيه لعيب وراء الباكرايت فيه لعيب على التناطر وفيه لعيب سابق المدافع يعني هو لو الكورة رحط له المدافع إما هيضربه ياخد بنالتي إما يسيبه يحط جول فيه كورة تانية فيه برضو هجمات تانية بتبين الأخطاء دي فيه الصورة قبل دي بداية الهجمة دي تمام اللي هو اللعيب بيلعب فيه لعيب بيلعب الكورة من وراء المدافعين من وسط الملعب لحكي هلنا برضو رقايت لما يجبوننا السورة فيه لاخر لا دي برضو كورة عرضية تانية هلنا برضو نتكلم عليها واللي هي كورة عرضية رح رحك تشوف فيه لعيب على منطقة التمنتاشر على الدايرة بتاعة التمنتاشر فيه لعيب وراء الباكرايت فاضي وفيه اثنين لعيبة موجودة حتى هنا بتقصد ان عدد المهاجمين اليابانيين اكتر من عدد المدافعين مش اكتر بس تمركز اللعيبة للمنتخب المانيا سيئ يعني اللي جنب الحكم ده على فكرة توماس مولر يه اللي جوه المنطقة اعتقد اللي هو في الاول ده ده جنابري لو جنابري بيرجع فانت بتجبر اللعيبة المهاجمة ان هي تقدر ان هي ترجع تاني لاخر الملعب عشان تدافع بس التمركز سيئ يعني تمركز سيئ لو مع منتخب اسبانيا كورة دي جون 100% لو مع منتخب زي منتخب اسبانيا كورة دي جون 100% في كورة تانية برضو مرتبطة بشغل المتخب اسبانيا عمله النهاردة يعني الهاجمة التانية اللي بتكلم عليها العيب منتخب اليابان بيمتلك الكورة في وسط الملعب وعمل اسكيان وبص شاف زميله فين ولعب الكورة في ظهر المدافعين المانيا محدش محدش برده طيب الحقيقة برضو يعني الكيان جوندو جان لعب 73 دي احرز هدف خمس محاولتين من خمس محاولات صحيحة تمريلات ايضا بنسبة 96% 65 من 68 استخلص ثلاث مرات وقطع الكورة اربع مرات الحقيقة اليابان فريق رائع جدا وجيد جدا ويستحق الحقيقة كل او ثلاثة نقاط والمباراة القادمة اعتقد المانيا واسبانيا هتبقى مباراة هنبقى نتكلم عنها بقى في وقتها خلينا بقى نروح للمباراة اللي بعد كده وفوز اعتقد فوز تاريخي اسبانيا وكوستاريكا واحدة من اكبر نتائج في تاريخ المونديال وفي تاريخ ادوار المجموعات تاني اكبر نتيجة في تاريخ دور المجموعات بعد بعد ماتش الماجر والسلفادور سنة 54 10-1 10-1 10-1 فرق 9 صح فرق 9 اه فرق 9 اه فرق 9 المجموعات ما اسمه حاجات غريبة ماشي الموتش كان يعني اكتر من وان سايد جي يعني لو فيه كلمة بعد وان سايد جيم نقولها يبقى اكتر من وان سايد جيم الشكل اللي عمله منتخب اسبانيا بيعبر عن يعني قصة الاستقرار اللي لويس انريكي بدق فيها كابتن في السنوات الاخيرة عجبني نقطتين ان لويس انريكي تقريبا بادق باربعة اربعة في خط النص واحد منهم اللي هو رودري بدق كانه قلب الدفاع بدق بيمتأخر جدا انه قلب الدفاع ولكن هو ضامن ان الكرة وهي بتطلع من قلب الدفاع طلع بمن ثلث خط النص يعني طلع صح جدا بتضرب خطوط جدا وغير ان عنده عنصرين هو بيستخدموا احسن من اللي طلعوهم اللي هما جابي وبيدري احسن من برشلونة يعني بيستخدمهم احسن من برشلونة واحسن من العاو في برشلونة صحيح اللي بيحصل مع بوزكيتس اللي بيحصل مع جابي اللي بيحصل مع بيدري هو اللي بتقيده مثلا برشلونة مع تشافي هرنانديز ان اللعابة دي بتترك من غير حماية كل واحد من دول عنده جانب قوي جدا وجانب نص نص وجانب عادزة ايه لعيب كورة اللي بيحصل ان انريكي بيحبي كل الناس دي ببعضيها يعني بوزكيتس اللي عنده مشكلة ان لو ما بيدخل صراعات بدنية ما عادش قادر دلوقتي هو عنده دلوقتي لعيب عنده 17 سنة ووظيفته يجري حواليه يجري حواليه كده ولما بياخد الكورة بيعرف يجري بيها العشرين والخمسة وعشرين متر بدريب اللي هيجمع من كل دول وهيعرف يعد واحد واثنين وتلاتة احنا منشوف جافي في الدقيقة قرب التسعين في حاجة وتمانين بيطلع لحد منطقة التمانتاشر وبيحط بوش رجله جون عالطاير رائع جافي جاب جون عمل أسست جافي بقى أصغر أصغر لعيب بيمثل أسبانيا في تاريخ المسابقات الكوروية بشكل عام عدى داني قلمه اللي هو لعب النهاردة وجاب جون برضو ممتاز جدا افتتح به المباراة كوستاريكا يعني ما احبطتش الموضوع هل هو خصم فعلا يستحق ان احنا نعتبر ان الفوز اسبانيا عليه فوز تاريخي وما إلى ذلك ولا كان الفرق القوة والضعف كبير جدا عجبني نقطة الاعتماد على فران توريس رغم من المشاكل اللي بوجهها في برشلون يعني هو انريكي بيفصل تماما بين اللعيب وعطاءه في النادي غير لما بيجي عندي بعمل معسكر كامل بعمل معسكر كامل وبعرف حق بين الموضوع يعني لما انتقدوا انه بياخد لعبة كتير من برشلونة واصيب خسيل ويس جاية واصيب خسيل ويس جاية قبل البطولة استدعى برضو علي خاندرو بلدي في البكر ليفته وعمل اداء ممتاز جدا نيك وليامز اللي لسه جاي معاه من ما فيش برضو دخل في المنظومة ولما نزل في الشروط الثاني عمل قلق كتير جدا في ادفعات كوستاريكا اعتقد منتخب اسبانيا عبر عن نفسه كواحد من اقوى الفرق المرشحة البطولة وان كانت معدلات الاعمار صغيرة جدا ولكن منتخب اسبانيا مرشح فوق العادة للنقب اسبانيا اسبانيا مرشح فوق العادة ماشي خلينا بقى ننتقل بعد ما شوفنا او بعد ما احنا بنشوف احصائيات هذه المباراة خلينا ننتقل الى المباراة الاخيرة يا عبد الرحمن وهي مباراة بلجيكا وكندا وفوز المنتخب البلجيكي على المنتخب الكندي بهدف مقابل اشيء يعني لما انا ما اتفرجتش على المباراة ولكن عشان كنا على الهوى كل الكلام اللي قريته عن هذه المباراة بيقول ان كندا منتخب قوي جدا 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 وبلجيكا كسبت من كتر ما كندا ضيعت منتخب بلجيكا كسب كابتن النهاردة المباراة لخبرة الجيل ده الجيل ده حق مركز تالت في كاس عالم 2018 هو نفس الجيل تقريبا ولكن المنتخب الكندي تجيل ده كله بيشارك لأول مرة في كاس العالم صحيح دي حضرول اللي جاي بالزبط فالخبرة هي اللي حسمت انما المنتخب الكندي من أول المباراة وبيضغط بشراسة كبيرة جدا اي لعيب في وسط الملعب بالذات بيستلم الكرة بيلايه 3 و 4 لعيبة بيضغطوا عليه من منتخب كندا السرعات على الجنبين والفونسو ديفيز سرعات وقدر ان هو يخلق خطورة وصل حقا في الديئة 70 او حاجة كان وصل ان المنتخب كندا عامل 20 فرصة صحيح 20 فرصة بس ما فيش منهم ولا فرصة هددت المرمى يمكن ما فيش تزيد على المرمى غير ضربة الجزاء اللي تصدى اللي هتيب كورتوه نعم فمعد تغييرات روبيرتو مارتنيز ابتدى منتخب بلجيكا شوية يمسك المباراة وابتدى كيفين دي برويني يلاقي مساعدة ان دي برويني النهاردة كان حس ان هو بيلعب لوحده ان هو بيستلم الكرة في نص الملعب مش لاقي حل يعني كيفين دي برويني مش لاقي حل ان هو العيب يقدر يبصيله او لاقي بيقدر يتحرك مع مستوى ايدن هازرد المتدني اللي لسه بيقدم مستويات ضعيفة جدا رغم ان هو العيب من الافضل للعيبة في العالم ولكن الاصابات دمرته وفيه يانيك كراسكو برضو ما كانش بيقدم المستوى الكويس المطالب منه ولكن مع وجود كيفين دي برويني وابتدت المساندة ليه من العيبة وسط الملعب وابتدت العيب اندري اونانا نزل العيب صغير نزل وسط الملعب حرك الدنيا مع كيفين دي برويني شوية وبقت الحلول اكتر لمتخب بلجيكا عموما مباراة بلجيكا وكندا يعني كانت مباراة جيدة في النهاية اربع مباريات النهاردة طيب سويسرا والكاميرون مباراة ينتظرها كل الافارقة طبعا يا كابتن بس خليني نعدي الرقم كده قلتوا وقلتوا في دماغي يطلع فيه مش مزبوط هو تالت اكتر هزيمة في دور المجموعات اللي هي هزيمة اسبانيا وكوستاريكا سبع صف لان فيه هزيمة بين المنجر والسلفادور اللي بعدها السعودية والمانيا 2002-2008 فدي تاني اكبر هزيمة تالت اكبر هزيمة في دور المجموعات بالنسبة للماتش سويسرا والكاميرون سويسرا عنده جيل متطور جدا يا كابتن ماسك الخبرة بقى وعمل منتخب ممتاز مع مرات ياكين الكاميرون مع ريجو بيرسونج خص مصعب المسائل على نفسه بالتصراحات الكتيرة اللي لها سامويل اتو سويسرا بيعتمد على جيل ممتاز جدا زي بقول لها حارتك بقيادة شاكا وشاردن شاكيري وعناصر تانية ومميزة كتير اعتقد ان الماتش دوت سويسرا مرشحة اكتر انها تفوز ولكن الاجواء بتاعت ان كل طرف اضعف بقى عنده حظوص كتيرة خصوصا المفاجآت ما خليها الموضوع خصوصا ان في عامل مهم ان الماتش دوت ماتش الظهر ده بقى في مشاكل للفرق الاوروبية والفرق اللاتينية الاجواء درجة الحراب تبقى في حدود من 29 ل32 تقريبا اجواء مع الشمس مع درجة الرطوبة مش متعودين على لسه صحيح عشان لقى كل الفرق الاوروبية المغرب وكروات يتلعب الظهر شكرا بيبقى الاول مرة الفرق العربية والفرق الفرقية والفرق الاسيوية اللي متعودة على الاجواء دي عندها مشاكل عندها قصدي يعني حظوص اكبر من الاوروبية واللاتينية في الوقت ده فاعتقد دي النقطة اللي ممكن صعب الماتش على سويسرا تمام طيب هل ممكن واحنا بنكلم عبد الرحمن عن المنتخب الكاميروني نقول ان تصريحاته قد يكون فيها حماسة اكبر تصريحات طبعا سامول ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني اللي كان اللي بيقوله احنا هناخد كاس العالم يعني هل من الممكن ان التصريحات تكون على سبيل الحماس هو سامول ايتو احنا اعتدنا منه حتى في امم افريقيا اللي فاتت ان هو بيعتمد اكتر على التحميس ان هو يخلي اللعيبة في افضل حالة زهنية ويخلي الحماس عندهم عالي علشان يدوب اي فارق فنية او فارق بدنية بينهم من اي منتخب هو منتخب الكاميرون منتخب بدنيا قوي وعنده لعيبة كتير مميزة عن مستوى الفني ولكن فيه فوارق بينه وبين منتخب سويسرا وفوارق فنية منتخب سويسرا شفناه في اليورو الاخير كان من افضل المنتخبات المنظمة وادر ان هو ينظم نفسه كويس جدا في الشكل الدفاعي ويعتمد على بيلعب على الهجمات مرتدة سريعة ادر من خلال ان هو يقصي منتخب فرنسا في مفاجأة منفاجأات اليورو ان هو عمل 120 دقيقة دقيقة قدام منتخب فرنسا بالقوة البدنية اللي عيبت منتخب فرنسا وبنبابي وبوكبا وكانتي وكل اللعيبة قدر ان هو يعمل معهم 120 دقيقة قوية جدا بل ان هو اقصاهم من البطولة فخبرة لعيبة منتخب سويسرا في البطولات المجمعة وكمان الاداء القوي اللي بيقدموه ده هيخلي ليهم افضلية على منتخب الكاميرو ولكن انا متفق مع احمد طبعا في موضوع ان المباراة هتتلعب 12 ده بيدي افضلية للمنتخب الكاميرو لان المنتخبات الافقية معتادة على الطقس الحار ومعتادة على الاجواء دي معتادين على الرطوبة العالية بس هل الفارق الفنية هتغلب على الفارق الجوية اعتقد يكون الموضوع صعب للمنتخب الكاميرو ان هو يقدر يكسب المباراة خصوصا مع ان المنتخب سويسرا هيبقى عنده حماس اكبر ان هو ياخد 3 نقط من المباراة ويبدأ رحلته في التأهل لدور 16 وعنده حضر اكبر كمان الحقيقة للمنتخب السويسري بعد المفاجآت دي اعتقد المنتخبات الكبيرة اللي بتلعب منتخبات اقل منها في التصنيف دلوقتي يتبقى اخد بالها كويس جدا من هذا الامر عموما طيب المباراة القادمة ارجوي وكوريا الجنوبية منتخب ارجوي طبعا المباراة الساعة 3 منتخب ارجوي انا منتخب براش عانوية يروح بعيد في البطولة دي لأسباب كتير منها ان الجيل ده دلوقتي يا كابتن بلعب مع بعضي رابع منديال الجيل ده كتير منه بلعبه اربع منديالات ده المنديال الرابع الجيل ده يعني زي بقوله شمسه 16 سنة يعني بقالهم لأ لعبه عشر 14 18 22 الجيل اللي هو خد مع 16 سنة يعني 12 سنة 14 سنة 14 سنة 13 سنة الجيل ده اللي تشكل مع اوسكار تباريس بداية لا اوسكار تباريس كان مسك كل المنتخبات الأرجويانية كان مسكها تباريس من اول منتخب الاولمبي خد المنتخب ده منه هم في 2004 عشان يراهم بيهم انه يلعبوا كوبا امريكا 2010-2011 بالفعل عرف يحق كوبا امريكا معهم في 2011 الجيل ده كان اوله سوارز واوله كافاني واوله دي اراسكايتا واوله دي جو جو دين الناس دي بتخلص دلوقتي كورا فمدعومين بقى بعناصر كتيرة صغيرة زي فيدريكو فالفيردي زي فيتسينو مارتين كازرس مع الجيل القديم مدعومين بأسماء زي داروين نونياز زي أسماء كتيرة جدا اعتقد انها مخليها أورجوي داخل المنديال دوت وكل شيء مهيئ تماما انها تعمل ماتشات كبيرة المجموعة دي بشكل عامة جموعة معقدة جدا أورجوي طلعت البرتغال الكاس العالم اللي فات غانا طلعت البرتغال 2014 كوريا الجنوبية طلعت البرتغال 2002 البرتغال عندها مشكلة بالزاد دلوقتي مع يعني مع اللي حصل مع رونالدو يوم أمس فاسخة عقده مع منشستر يونيت بشكل ناسمي كل ده خيخلي ماتش أورجوي يعني أورجوي هتحد يعني عايزة تاخد فعلا الست نقاط بره البرتغال تاخد الست نقاط من غانا ومن وطبعا أهم سقر في المجموعة دي سقر غانا وأورجوي بسبب لوي السوارس الكرة اللي بالإيد الشهيرة فالمجموعة معقدة جدا 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 ومركبة سوارس بلعب حلاب من غير نادي يعمل خطوة في الخليج بس عندهم نجم فوق العادة زي فدريك وفالفيردي واحد من أهم اللاعبين في العالم دلوقتي مش اللاعبين الوسط ولا اللاعبين الوعدين هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم فأعتقد منتخب أورجوي جاهز أنه يقدم ماتشات كبيرة منتخب كوريا منتخب مش سهل برضو عنده عناصر زي سون هيونج مين وزي كانج يينج خلص على كابتن هاب جلال عنده عناصر ممتازة جدا جدا عنده سرعة عالية جدا يا كابتن بيعدهم أداء بدني عالي جدا أعتقد قادرين أنهم يرهقوا الأورجوي ولكنهم متخال الأورجوي قادر أن يتحقق النقاط الثلاثة من المرات برتغال وغانا مبارات البرتغال وغانا الساعة ستة طبعا الساعة ستة في أفضل المنتخب البرتغال للأسماء واللعيبة الموجودة وفرق الجودة تاني لعب هوم غير نادي هوم غير نادي ولكن تصرحات لعبة للمنتخب البرتغال في الأيام اللي فاتت كلها بتقول إن إحنا بيحاولوا يداروا على إن فيه مشكلة يعني هو واضح ليه بيداروا؟ هوم ما بيقولوا كده هو برونو مشكلة داخل المنتخب يعني هو كريستيان رونالدو قال مافيش مشكلة برونو خرج برناردوسيلف قال مافيش مشكلة وإحنا مشوفناش حاجة ورونالدو بيهزر مع برونو وكل حاجة ولكن الشكل والفيديو اللي شوفنا مايقولش إن فيه إن دي طريقة هزار بين اثنين لعيب هم صحفيين أنتوا كده؟ أنتوا دايما لازم إذا كنت في الفيديو تشوفه يعني لما تشوف اتنين لعيبة اللي خرج التقارير بعد حوار كريستيان رونالدو مع بيرس مورجان إن اللعيبة منشستر نواية تتغطبانة منه متدايقة من الكلام اللي هو قاله فبعدها على طول نشوف الفيديو بين رونالدو وبين برونو فرناندز تاني يوم نشوف رونالدو جواه وكانسيله رونالدو بيسلم على كانسيله وبيشد من أسله وكانسيله وكانسيله طريبا نزقه ما زقوش أقول له إيه ساكت ما بيردش عليه وما بيدوش أي رد فعل ده عكس اللي كان بيحصل قبل كده مع منتخب البرتغال ومع كريستيان رونالدو بالذات لأن كريستيانو كان بيتعامل مع لعبة دين هو القائد وهو اللامل اللعيبة حواليه ومازال طبعا ولكن هو الفكرة دهاتي أنه لازم رونالدو اللعيبة يبدأ ويتخطوا فكرة منشستر رونايت ويبدأوا يتعاملوا أو يتسامحوا مع رونالدو في الفكرة فكريستيان رونالدو واحد من أهم اللعيبة في تاريخ كرة القدم ولكن أنا شايف بشكل شخصي الحوار اللي حصل مع بيرس مورجان وتوقيت إجراء الحوار أو توقيت نشر الحوار كان خاطئ ده مش وقت أن أنت تبتدي تتكلم عن نادي ونت بتلعب أخر كاس على المليك هو عمل اللي هو عايزه تمام هو عايز يمشي هو حديدي هو رجل حديدي هو قال كده أنا رجل لابس مضاد للرصاص وبالتالي أنا ما بتفرقش معايا كل هذه الأمور وبالتالي هو عارف كويس جدا أن هم يطلع يقولي الكلام ده أن هناك إعصار كبير جدا اللي أنا عرفته بقى لما قررت بعض التقارير في بعض الجرائد في إنجلترا تكلموا عن أن هناك كان هناك اختلاف كبير جدا عن خلوك كريستيان رونالدو من منشستر يونايتد في شهر يناير ولكن لأنه هو عشان يجبرهم إنه هم يمشوه بدون ما يكون عليه فلوس أو هم يأخذوا منه حاجة عمل الأوار ده وبالتالي هو مخطط لهذه الطريقة وهو ما عملش كده يا كابتن إلا لما بدأ إنه هو خلاص أنا في نادي تقريبا هو أتم الاتفاق معه وغالبا نيو كاسل أتم الاتفاق مع النادي وخلاص وظبط أموره كلها لأنه هو في الصيف اللي فات رونالدو كان متاح تقريبا ما فيش نادي في العالم قبله ما فيش نادي يوافق إنه هو يدفع الراتب الخاص بكريستيان رونالدو كمان إنه أنت عندك لعيب عنه 38 سنة وعايز يشارك بشكل أساسي طول الوقت وعايز الفرقة كلها تشتغل عليه علشان هو يبقى الهدائف هو الجول ماشيين بتاعة الفرقة نيو كاسل ماشي كويس ما نشوف نيو كاسل هيعمل معاه إيه بعد هذه البطولة ففرصة منتخب البرتغال في إن كريستيان رونالدو يقدر إنه هو يلم الفرقة من حواليه من تاني ويخلي اللعيبة خصوصا لعيبة منشيس رونالدو يتسامحه ما على اللي حصل وينسوا الموضوع يبدو يتعامله خلاص إحنا في منتخب البرتغال وديه آخر كاس علام لي أنا بتكلم في نقطة إنه هو ليه ده التوقيت غلط لإن ده آخر كاس علام لي يعني تشوف ميسي عن ناحية تانية ميسي مأجل كل شيء تجديد مع بريستان جيرميل؟ لا مش أتكلم دلالدو انتر ميامي؟ لا مش هتكلم دلالدو الربقة اللي برش له ناحية هاتف لا مش هتكلم دلالدو أي حاجة بعلى الكاس العالم رغم ليس ساعد و هي خلاص طيب ما هو كريستيانو أعلك بعد ان أكسل عالم باطف هو طبيعة كريستيانو كابت إنه هو كريستيانو ريسكي عن ميسي يعني كريستيانو كشخص ريزكي جداً عن ميسي لأنه طبيعة النشأة كمان اختلفت مختلفة في الاتنين أتكلم عن نشأة الكروية أنه لعيب طالع من أكاديمية صغيرة زي سبورتينج لشبونة صغيرة بالنسبة للكاتيجوري A في أوروبا سبورتينج لشبونة نادي متوسط فعلى طول من هو صغير بيفكر في تنقلات بيفكر أخذ خطوة فين منشستر رونايتد وأرسنال بيتخانوا عليه وعنده 17 سنة فهأخذ أروح منشستر رونايتد ريال مادريد وهو أخذ دارة بطال أوروبا بيعلن لجمهوره أنه ماشي ورايح يوفينتوس يوفينتوس الموسم بيبدأ بيروح منشستر يونايتد بعدما كان رائع الحمد في منشستر ستي فطبيعة رونالدو إنه ريسكي واللي بيحصل ده يا كابتن أنا واحد يعني أزعم أن أنا متتبع لمساة الكريسة رونالدو البر الملعب بشكل دقيق رونالدو بيعمل حاجة بيتسعد الضغط على نفسه الأقصى درجة دي الطريقة اللي بيدخل هو نفسه فيها في المود إنه كل الناس تقولي أنا مش قادر أنت مش قادر أنت هتبطل أنت كذا الدرجة دي هي اللي بتخلي رونالدو ينفجر فعلا أنا أه أنا مش أنا مش ما بقولش إن ده توقع فني ولكن أنا بقول رونالدو عاوز إيه فعلا من كاس العالم ورونالدو عايز يدخل كاس العالم ظهروا للحيطة ما فيش يعني داخل أو هي دي آخر حاجة دي آخر حاجة عنه وده لما الدرجة الإيجو دي عند الععيب لما بتوصل بتعمل حاجة من اتنين في الفرق اللي هو بفيها يا إما الفرق دي بتتدمر تماما يا إما الفرق دي بتعمل بطولات وبتعمل مستويات كل حاجة غير مسبوقة صحيح علشان النجم ده عشان يبطر النجم ده علشان النجم ده يطلع في المشهد إنه هو أنا خدمته أو أنا التاريخ يذكر إن الجيل ده هو اللي خلى رونالدو زي ما الجيل ده بالضبط مثلا بتاع الأرجنتين كتب له في تاريخه إنه خلى ميسي خد كوبا أمريكا صحيح في البطولة اللي فاتت الدرجة دي يا كابتن من النجمية ومن الإيجو اللي بزات عن شخص زي رونالدو هو دلوقتي أنا متخيل حتى إن مسألة النادي همش بيفكر فيها أصلا لا 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 هو ميفكرش فيه هو هو عايز يصعبت الضغوطات على النادي أقول لأيه في آخر المؤتمر إنه هو لو خد كس عامل هعتزل أنا ما عنديش مشكلة آه يعني هو بالنسباله أنا بقولك إنه هو عايز يمشي من منشستر يرايتو ده هم عايزين يدفعوا فلوس مش هتبقى إيه الموضوع يعني أيوه أيوه 16 مليون كانوا متفقين على اليوم كابند متعاشرة جزائم هو عايز يخدهم وده مش عايزي بس خد عقده على فكرة وكان شارت باندي إنه مهما حصل أي خلاف بيني وبينكو العقد يتأخر سنة معاه الفكرة أن كل الكلام اللي قاله على المنشست رونالدو صحيح 100% كل اللي قاله على اللي بيحصل في الأدارة صحيح 100% وقاله كل اللي عايبة من قبله عشان كده إيه الموضوع المشكلة من المنتهى البساطة أنا بعتبر رونالدو مؤسسة المؤسستين تعرضت المصالح ومانشستر يونيتد عادوا مع بعض لا واتفعوا عليه أنت لو فجأة تلاقي الموضوع خلص واتفاق بالترادي بس أنت ما تتكلمس وانا مش هتكلم خلاص موضوع بصراحة يعني رونالدو وإيجليزرز نهاردة فيه تقارير على عائلة الملكة خلاص هتعرض بنادي للبين لا ده مؤكد عموما خلينا نشوف إليه هيصل في الموضوع ده خلال الفترة اللي جاية البرتغال وغانا مين يكسب آخر مباراة الأول نتكلم عنها البرازيل والسربيا البرازيل والسربيا فيه واحد تاني برضو بيستعد للرحيل اللي هو ليوناردو باتشي تيتي غالبا بينه مسرته التدريبية على أوجل إطلاق يعني وبالأكيد أنه وإنها مع البرازيل خلاص ده آخر بطولة لي وفيه ناس بتلاشر حبيب جوارديول يمسك البرازيل بعدي يعني مطالبه فعل بس الجيل اللي تيتي عرف يخلي به البرازيل منتخب جد ده بيصطدم دلوقتي بآخر بطولة لتيتي الجيل ده بيتميز عن كل أجال البرازيل عبر التاريخ إنه جيل جد جدا صحيح فأقوى الفترات التاريخية للبرازيل بتلقوم مكوانين من نجوم زي دينيلسون وزي رونالدينيو لأي اللعيبة اللي بتقعد 4-5 سنين في البيك بتاعه وبعد كده بينزل مستوها الجيل ده بتتكلم دلوقتي في نمار الموسم السابع أو الثامن هو واحد من أفضل لعبين في العالم بغض نظر عن أي مؤاخذات تانية لجديته ولكن هو المؤكد إنه بينزل الموسم بيجيب 20 جون وبيعمل 20 أسست وبيعمل ماشي في نفس السياق الرقمي سواء مع برشونة أو مع البي اس جي اخترت اختيارات طبعاً لأنه لما تبع عندك قماشة زي 250-300 لعيب كلهم كلاس A فتختار منهم 25 أو 26 لعيب فغالباً الاختيارات بتاعتك أكيد يبقى فيها مفاجئات مفاجئة فيرمينو دي كانت مفاجئة بالنسبالي وأنا يعني حاس إن الريسك ده رسك كبير إن انت على الأقل تدخل خط لهجب تدخل تدخل بطولة كاس عالم وانت عندك عنصر غير إنه أساسي وغير إنه خبير انت قررت إن انت تلغي البروفيل بتاعه من الفرقة ده الوحيد يعني فيرمينو هو الوحيد اللي فيرمينو في البرازيل لما أنت عندك مارتينيلي وعندك جابريل جيسوس في منهم بدائل كتير يعني يعني لو بتتكلم على مستوى الأزيرة عندك أنتوني هو رافينيا أنتوني هو رافينيا وإن كان ممكن الكواليتي أو الخبرة الدولية تساعد رافينيا شوية نيمار هو فينيسيس جونيور مارتينيلي هو جابريل جيسوس ولكن احتفظ بعنصر واحد لنفسك يكون مختلف اللي هو فعلا لما الخصوم يدرسوك صح أو الخصوم يقرروا يعملوا خطة يقفلوك ده يبقى حال وده اللي بيعملوا يورجين كلوب السنة دي مع فرمينو فرمينو على رغم أنه هو مش عنصر أساسي في ليفر بول في أوقات كتيرة ولكن أرقامه في منتها القوة جايب ست جوانو عمل تسع أسست هو مش دائما عنصر أساسي يعني هو كان بقى عنصر أساسي في الفترة اللي داره إنه نيزة اتوقف فيها ودي جو جوتا كان عنده مشاكل بدنية ولكن أنا كنت معن خطوة فرمينو دي يعني غريبة جدا ريسكي جدا عنده بقى أسماء حدثوا الحرك في خط النص كمان عنده فابينيو عنده كازيميرو عنده عناصر خبيرة المشكلة الكبرى عندي في قلبين الدفاع مش علشان الكواليتي بتاعتاجه سيلفا وماركينيوس وحشا ولكن لأنه السن ولأنه هو مكبر عليهم يعني برضه بقى مركز سيخل في فترة لا عنده عنصر اسمه بريمير مثلا ما بيلعبش أساسا في يوفينتوس بس لعيب مدافع وعد جدا 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 هل هياخد الريسكي وغامر بيه ولكن لو لعب بتياجو سيلفا وماركينيوس يبقى في مشكلة فعلا لما تواجه مش هتواجهها معاصر بيامنتش هتواجه معك كاميرو الممكن ما تواجهش كتير قدام الأروجي اللي خايفة منك أساسا دايما بتنزل معدرة من البرازيل بتاعت أمريكا الجنوبية ولكن لما تلعب قسم أوروبي قوي زي أسبانيا ولا حاجة لا هيبقى لما تلعب عناصر كلها الغيرها تعملك مشكلة بني طيب الأربع مباريات المباريات اللي هي سويسرا والكاميرو مين يكسب؟ سويسرا اتنين واحد اتنين واحد كمان؟ ماشي يا سيدي أورجوهي وكوريا الجنوبية؟ ما تخيل أورجوهي أورجوهي مرشحة لفوس مش هتقول؟ لا ما أحب بشي بورتغال وغانا؟ بورتغال بعدين؟ كم كم؟ كم؟ واحد صفر واحد صفر بورتغال؟ مين اللي أجيبه؟ برازيل وسربية اتنين صفر بقى البرازيل اه يعني لا يعني فوس برازيل استمتعت بوجودكم معايا النهاردة أنا بشكركم شكرا جزيلا بشكرك أحمد على وجودك معنا شكرا عبد الرحمن على وجودكم معنا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كانت هذه هي إطلالة على مباريات النهاردة كلها بالكامل وآخر أخبار الكواليس المنديال وأيضا إطلالة عن مباريات غدا وأهم الأرقام وأهم المنتخبات اللي هتلعب بكرة كانت هذه هي حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير